طيب بما اننا لسه في عالم مارفل واحنا لو ينعمل ايه في موضوع دوتر سرينز ده يا رايز عشانا ما عرفش بصراحة اغير البطارية خليك معنا نويت غير البطارية يا رايز ماشا يا رايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و سهلا بكم في الحلقة الحداشر من حلقات حصاد الحب اللي فاتوا عشان مهر زعق لي كذا مرة وقال لي ما تعود بطلت اقول حلقات الشهر اللي فات لانه بيبقى الشهر وكلام زي ده فهم حصاد المرة اللي فاتوا سال فول رايز عامل ايه حبيبي ازايك احنا بقلنا شهر تقريبا ونكمل سنة يا محمود ان شاء الله يعني من اكتر لاكتر كيف قدام الناس حسألك السؤال ده كده كيف تقييمك للشايف واللي الان عطينا ريبيو على حصاد الشهر من منظورك ال 11 شهر اللي فاتوا انا انا قلت الموضوع ده قبل كده وحكراره تاني للي ما سمعوش قبل كده اه ماهر اقترح الفكرة دي والتعاون ده وحاجات تانية عملناها كمان ساعة لما هو اكلمني علشان نعمل الفكرة ديت في فترة انا كنت خلاص بسيب بجد والله يا جماعة مش عايز اعود ابالغ وكلام زي ده كنت فكت ايه دي قوي يعني وما كنتش عارف ناوي اعمل ايه وكلام زي ده فالحلقات بتاعة الحصاد بالنسبة لي اه فرصة ان انا التقي بصديق عزيز انا بحبه جدا وبحترم رأيه جدا فرصة ان احنا نتكلم في حاجات اه في العادي ما بدلناش فرصة ان احنا نتكلم فيها فرصة ان احنا نطور في شغلنا لان فعلا الحلقات دايت لو بسطوا الاول حلقة او بسطوا دلوقتي هتلاقوا فيه تطور وهتلاقوا فيه تغيير وفيه تحسين في اللي احنا بنعمله وفوق دا كله بالنسبة لي انا طوق انقاذ للقناة بتاعتي فلو حيرت من احلح خمس حاجات حصلت لي السنة اللي فاتت مشروعنا داوت لازم حيكون مرد حبيبي انا اتفق معاك في كل كلمة خصوصا 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 فكرة انه عندنا وقت نتكلم على حاجات باريحية بدل ما تكون تويتها قصيرة بيبول يفهموها بمو بالمفهوم الكامل او بدل ما تكون اه سنابات انا ماني من النوع اللي اعمل سنابات او ستوريز مطولة فهذا بيعطيني فرصة ان انا اتكلم وانو تكون في مواضيع كثير واسمع عن وجهة النظر الاخرى سواء انت معارضنا فيها او نتكلم عن وجهة النظر الاخرى لو احنا الاثنين كنا متفقين فيها وما في اجمل طبعا يا عمدة ان نتكلم مع بعض وانت عارب جدي ايش انا احترم رأيك واحترم كل حاجة بتقدمها وكويس يلا تمام جرعة ايجابية كده من بداية الحظ حبينا بعض شوية لان نتخدم اول حاجة يا رئيس طلعت على تويتر وقلت ما فيش غير افلام مصرية عندنا في السنة ما اصدق ايه افلام مصرية عندنا في السنة لا اتكلم كويس من فضلك احنا نازلين بفيلمين يعني مش حوصفهم دلوقتي حدفت تويتر على طول انا اي حاجة انا ما احب اعمل مشاكل في شي لما لجيت انه بدأت تنفهم ان انا ضد الافلام المصري حدفتها انا ما كنت بعقول انه هي ضد الافلام المصرية انا اتفرج افلام مصري من وقت للتاني من ضدها بالعكس هي افضل ما يقدم في السنة العربية ككل بس انا بتكلم انه دي فترة عيد تمام والفترة دي قبل اختبارات انا عندي اولاد بكرة احنا اليوم بنصور يوم السبت بكرة لاحد اول يوم لهم مدارس وعلى طول في اختبارات فالفترة الجاية اسبوعين قادمة دوبنا مخلصين من رمضان مخلصين من اعياد مفلسين من فترة الاعياد والعيديات والكلام ده كله الاولاد عندهم اختبارات ففي مرحلة رتابة حتصير على السينما في الاسبوعين الجاية حلو فانت يا اخ يا موزع الافلام لانه هادي مو سينما هادي ما لا صلاح لا فوكس ولا اي ام سي ولا موفي ولا اي دار سينما موجودة في مصر حتى هادي الموزعين انت يا اخ الموزع انا فاهمك انت كنت حابب دكتور سترينج يكون هو الهت تبع العيد اكيد اي واحد مكانك حيعمل نفس الشيء ما صار لأي سبب من الاسباب ما تم عرض الفيلم هذا الآن في العيد عندك افلام اكلم كنت ماءجلها عشان تستفيد من دكتور سترينج قد كان مإنتمل رجعهم قدمهم عندك فيلم نيكولاس كيج ان插ر إليها ما نعرض عندينا عندك فيلم Language أن عرض برا ما نعرض عندنا. كنت من الأفلام هذه. عنده جيتسو كايزنا فيلم الحق الأنمي. أن عرض برا ما نعرض عندنا وأخرتوه عشان دكتور استرينج. كنت قدمت الأفلام دي قدرت أنك تكون مجموعة حلوة في الأفلام العيد. الكبار والصغار محبين الأنمي محبين الأكشن محبين العربي محبين الأمريكي. كله يتفرج في فترة هي الأفضل لعرض الأفلام. لما تحصل له هي في هيفاء وهبي مع كامل احترامي هيفاء وهبي ولا أحمد حلمي ولا الأفلام المصرية بس حرام. حرام. دخلوا وشافوا الأفلام دي وحتجيب مع بيعات عالية جدا. وحتحس نفسك أن أنت بطل زمانك. بس الفاكت والحقيقة اللي هتوجعك الآن في الأسبوعين الجاية محد هيخش الأفلام الثانية. وحيجي في بالك أنه محد يحب الأفلام دي. لأ. أنت عرضتها في وقت غلط. بس. أنا معك تماما أولا كنتك وصفتها بأنها أفلام مصرية دي مش حاجة تعيب حاجة لأنها فعلا إيه. والحاجة التانية الكاتالوج يستحمل إيه جماعة. ليه إحنا عندنا في مصر تلت أفلام بس اللي بتعرضوه. ليه الكاتالوج يستحمل. المساحة تستحمل. دور العرض تستحمل. عدد الحفلات يستحمل. فكان ممكن فعلا يخلقوا التنوع ده. بس المهم أنت بالفعل رضخت أمام السينما المصرية. وشفت واحد من الأفلام المصرية اللي بتتعرض وهو فيلم واحد تاني بتاع أحمد حلمي. اللي أنا عملت له مراجعة عندي على القناة. ورأيي فيه للأسف بالقدر الأعظم سلبي. وإحنا ما نعرفش رأيك لغاية دلوقتي فأقول لنا بقى. شكرا 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 إنك عملت المراجعة. لأنه لو ما عملتها مع الفضاوة اللي أنا كنت فيها كممكن أنا أعمل. لأنه غير إنه أخد سلط من عندنا من السينما. الفيلم فعلا فعلا يعني الكلام اللي أنت قلته أنا اتفق فيه وممكن أنا شايفك إنه أنت كنت نوعا ما كمان حنين حبتين في بعض الحاجات اللي اللي إن قالت. يا جماعة أنا أحب أحمد حلمي. وأحمد حلمي كوميديان بالفطرة. أنا لما نتكلم في مقابلة مثلا بأضحك معه. صح ما أغطي أفلام عربي كتير عندي في القناة بالسبق وقلت فيه ناس معينة بأتفرج عليهم دائما وحب يعني أكون دائما عارف إشي اللي بيصير معاهم في الأفلام. أحمد حلمي للأسف الآن هذا الفيلم ما أنا قادر أفتكره لكم والمراضي مو قادر يرجع للكيميا حقته بـ the right way. هو بيضحكني هو كشخص بيضحكني. زي أي واحد في توك توك ممكن يضحكني ولا في الإستجرام ممكن يضحكني. بس هذا مو هل اللي أنا أبغان من ممثل أنا أبغان من ممثل يعطيني دور كامل من بداية الفيلم للأخير يضحكني في وسطه ويدينا قصة. الفيلم ده ما كان فيه أبدا كل المعايير اللي ممكن أقول فيها على فيلم. أنا أكثر مشكلة معي فيها أنت بتوصل لإيه؟ المسيج حقتك إيه؟ لا تفقد الشغف طب أنت ما قلتها. أو يرضى بنفسك أنت برضو ما قلتها. أو أنه ترى لو طلّيت لنفسك لا تندم على اللفات أنت حاليا ممكن تعمل شي تاني. أنت برضو ما وصلتها. أنت بتحاول تفتح مسيجات في كل الأماكن وما قفلت ولا أي مسيج فيهم. واللي زعلني في نهاية الفيلم كله ساب روبي ورجع إلى روبي من غير ما نعرف طب ليش وهل هي كانت صح ولا هي كانت غلط ولا أنت إيش عملت ففيلم ضايع باشا ما جدرت أمسك على حاجة وما أبغى أدي أكثر من حجمه هو فيلم كوميدي في الأخير بس برضو زي ما قلنا الكوميديا أنا ممكن أطلع وأضحك وأطلع بجصة حلوة أنت خلتني أضحك بس ما تديت أي جصة فأي حاجة مضبوط طيب هل أنت شفت حاجة من الأعمال اللي في ناس كتير ومنهم أنا أكدوا على أن الفيلم ده متأثر بيها أو بينقل بيها وبالتحديد مسلسل وفيلم جونتا وحتى يعني المسلسل دوبا أنا شفناه قريب سيفيرنس يعني بيتكلم على البرسوناليتي هادي لو قلنا سيفيرنس أخذ مرة سيفيرنس سوري أخذ مرة هاد أخذ اللايت منها كيف ممكن يكونوا في اتنين في نفسك عايشين في فكرة برافو والله الفكرة حلوة والله العظيم الفكرة جميلة جدا وفكرة أنه العملية خربت وصرت عايش مع الشخص الثاني أنا مرة حبيت الموضوع ده وأنهم بينقلوا البعض كلام عن طريق الفيديوز برضو مدخل جميل أنت بدت معايا صح أنا شفت Living With Yourself تمام ما ربطت مية في المية وكنت وكنت راضي على أن الشي ده ممكن استغلاله بناحية كوميدية مية في المية مو ناحية درامية أوكي حلو بس ما قدروا أخذوا الفكرة وفي الأخير حتى الناحية الكوميدية ما قد يعطيني قصة وأرك كامل من الناحية الكوميدية لقصة حتى لو ما كانت أوريجينال أنا هذا المشكل حتة الشخصيتين اللي فاصليني اليوم بينهم وبين بعض وبيسيبوا لبعض رسائل في شكل فيديوهات وعلاقتهم بتتطور من أنهم بيتخصبوا مع بعض وبيتصلحوا مع بعض وبيغضبوا على بعض وبيوصلوا النتيجة أني لازم واحد فيهم يكمل والتانية يتوقف دي كلها في فيلم جونتان بتاع بتاع انزل اللي حنتكلم عنه كمان شوية المسلسل المهمة جدا موجودة عنده ده ديقني أنا ما كنتش أعرف موضوع جونتان دوت لغاية لما حد لفت نظري لي ما شفتش الفيلم بس دخلت أقريط بتاعه بالكامل لا إحنا اللي عملنا إن احنا خدنا شوية فعلا من على شوية من ده مع شوية نكات مع التلمحات الجنسية أنا حضرت السينما في السينما زحمة فيها عائلات كتير احنا احنا 2022 يا جماعة احنا 2022 يا جماعة والله العظيم 2022 الستايل داي فكرني بداية الألفية بداية الألفية فعلا مع الجمهور اللي طلع مع حلمي وحينيدي ومحمد سعد ودول كلهم اللي طلعوا في بداية الألفية واللي كنا نسميهم ديك الأيام المثلين الجدد ولا شلة المثلين الجدد المصريين انت بترجعنا الأول يعني وللأسف هذا الترند اللي ساير في الأفلان مصري على الأقل اللي بتنشهر في السعودية عندنا واللي اللي تفرجت عليها واللي تضحكت عليها برضو بس برضو بتعتمد اعتماد كبير يا سواء تلميحات أو يعني بلس ايتين ويتش اوكي إذا هو كان بلس ايتين بس الفيلم دا ما كان بلس ايتين الفيلم دا ما كان للعمر العالي زي انت ما قلت الفيلم دا كان عائلي فهذه هذه واحدة من المشاكل القوية واللي طول الفيلم شغال عليها لا ويرجع يشتغل على نفس الإفاق يعني على نفس على نفس الحاجة وانت أظن قلتها في المراجعة على نفس على نفس الشيء بيعيد ويزيد فيه على نفس الفكرة قعد سوء التفاهم بين الشخصيات وكلام زي ده في المشهد اللي جمعه مع عمرو وهبة اللي هو الرجل بتاع البنك ده هو عمال يقوله عاد عاوز عين احنا نكلم شوية حرق خلاص اغلبية الناس شافت الفيلم يعني عايز عين المكان عايز اصوره عايز اشوفه عايز كلام زي ده واحمد حلمي بيتجاوب مع النكتة مش على انه فاهم لا على ان التلميح ده بيحرجه او بيديقه او انه ماينفاشه كلام زي ده النكتة دي يا جماعة تصلح فقط لو فيه طرف فاهم وطرف مش فاهم لكن لو تأكس الآية اللي مش فاهم هو اللي بيلقي الافاة واللي مفروض انه هو مش فاهم هو فاهم كل حاجة وإحنا عارفين انه عارف كل حاجة فانت سيء النكتة على اي أساس مش مفهوم خالص وبعد المكررة جدا بعد ان العبتها اول مرة واضحة كده بالطريقة دي معلاش اشرح للجمهور انت اليوم ما انتصور السين وفيه اتنين بيتكلموا احنا بنعتبر جدلا ان دول الاثنين الوحيدين العايشين احنا بنتفرج محد المثل طبعا ما بيمثل لنا بيمثل حاجة مشهد واقعي اللي سوا حلمي كانه بيلف لو لف وتكلم معانا كان عمل بريكين دو وال او تكلم مع البعد الرابع وكان وصلت النكتة احلى لانه واضح انه هو بيتكلم مع ناس فهمين زيه اللي ساير وليش ماينفع انه يتكلم لكن طالما انه هو بس بيتكلم مع الشخص اللي قدامه زي ما بيقول محدي ما له معنى الاف فيه ما له معنى مجرد اعتباط في الحوار بس نزرعنا حاجات كتير قوي ما تمش استخدامها قعدنا فترة طويلة في بداية الفيلم بنقول ما تحطش التليفون اللي يحط في جيب ور وبعدين ما تعملش بيها انا مستني قالها مرتين سينمائيا ماينفعش تزرع حاجة زي كده وما ترجعش تاني خالص زي ما انت قلت ابعاد علاقته بروبي كل شوية تحصل مصيبة وبعدين للمشهد اللي بعده نرجع ولا كأنه كان فيه اي عواقب اللي حصلت ديت اطلاقا لا انا مش مبسوط مش مبسوط سينمائيا يعني الفكرة فكرة الامور السبجكتف دايما بنقول ده حكت ما تحكتش انبسطت ما انبسطتش ده شيء عادي كل الناس ممكن تختلف فيه ولكن ان احنا نبص على الغلط ونقول عليه صح لان المرادي العملية مش عملية قعيب او مشكلة او بتاع ما عرفش مين احنا شوفتها حاجات غلط ونعديها زي ما تكون مش اي حاجة ده بتدايق لقني على استقبال الناس الناس بعد ما طبعت قوي مع المستوى بتاع مسلسلات رمضان وبعد كده دخلت على هذه الطبيعة من الافلام اصبح هو ده العادي اصبح تقبل الاخطاء شيء عادي او طريقة استقبال الناس للاعمال الدرامي وليا جماعة عارفين يعني عشان انا متأكد انه فيه ردود فعل حتصير يا ماهر يا مهدي بتناقش فيلم كأنه فيلم دراما وكأنه حبكة ومدرئية هذا مجرد فيلم كوميدي انا معاكم هو مجرد فيلم كوميدي بس اللي بنحاول نقوله الآن جزء من التقافة السينمائية هو انك تعرف القالب اللي بتقدمه وتتكلم على اساس اوكي في زراعة القصة زي ما قال محمود ما لها معنى في مسمى يا محمود ناسي اللي اسمه سلاح تشوشكوف قانت شوشكوف او حاجة اللي هو لما يكون في اي حوار او في نص او في رواية اتنين بيتكلموا بيوصفوا حاجة معينة تمام زي مثلا انت في رواية الآن وفي بداية اول صفحتين في الرواية بيوصف لك مسدس او رايفل معلق في مكان في الغرفة تمام وبيوصفوا وقد ايش قوتوا وممكن يكتل ولا ما يكتل كلها تفاصيل تمام بيديها للمشاهد الاكسبيكتيشن التوقعات للقارئ انه لازم هذا المسدس تستخدمه قدام في اي يوم يمكن نهاية القصة وهنا يجي التوست الحل وكيف بيتبني تمام واذا ما تم استخدام عضيات وكتي في وصف شيء الفاضي شوال شيء دقيق ايه تموم جرد قلت دخلت و لقيت مسدس على الحيطة انتديتني تفاصيل نفس الشيء اللي قالوا على موضوع لما احطت الجوال في جيبه وانتبه وقالوها مرتين نفس الشيء انه فيه بنت صغيرة لطيفة حلوة كانت موجودة معاهم في المكتب ويتحاول تكون علاقة مع الشخص التاني اللي هو الحقيقي النسخة الحقيقية لما اجي الاقي بعدين انه نسخة الحقيقية ونسخة مطورة من الشخصية كلهم صاروا اوكي مع روبي فين راحة البنت دي طب ليه كل مشاهد الرومانسية راحة الفاضي ليه كل المشاهد اللي بتحاول تقوله انه انا قابلة بيك زي ما انت ووا هو حمسها وبيع الشنط ومدريئة طب فين ما كانت علاقة افلاطونية كان واضح فيه اعجاب تمام طب ليه وريتني الاحساس داي ده في الاخير خليت انه الاثنين يرضوا بروبي ليش وريتني روبي جات وقالت اطلع من عندي وصارت تضرب وبالشفش بروح وانه خلاص انا ما باك وانا بيعاك ايش اللي خلاهم يرجعوا البعض بعدين مرة تانية فاحنا ما بنتكلم على انه حبكة ودراما بس في حاجات اساسيات في الكتابة وفي نقطة تفهم مهمين جدا على فكرة تقييم العمل من منظور الكوميدي او منظور الفيلم لان هو مش كوميدي بس هو اسمه فيلم كوميدي فأنا مش داخل اتفرج على سكيتش انا داخل اتفرج على فيلم فلازم تقيم النقطة بتاعت الفيلم والجملة اللي كل الناس عملا تتكلم فيها وهي جملة في محلها تماما سؤال ما اذا كان احمد حلمي رجع ولا لأ رجع لإيه طب فكرة رجع دا لازم نسأل رجع لإيه رجع لأيام الافلام الحلوة اللي احنا بنحبها اللي تطور على العدد كبير من السنين من ايام ما كان شاب بيمثل الطموح بتاع شباب كتير جدا لغاية لما بقى رجل وعمل عدد من الافلام الكويسة في المرحلة دي كذلك الافلام دي كانت كوميديا بتضحك جدا 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 ومتمسك المطلوب مننا اننا اتغاضى عنه لصالح الكوميديا قليل جدا مش كتير موجود بس مش كتير المرة دي انت بتطلب عني اتغاضى عن حاجات عملاقة لصالح الكوميديا على فكرة موافقة معنديش مشكلة بس زي ما انا قلت في المراجعة انت كده كتبت فاتورة كبيرة تقدر تقدر توفيها تقدر تدفعها تقدر تدحكني بلا انقطاع تقدر تقدم لي تنوع في الكوميديا تقدر تقدم حاجة زكية حاجة مختلفة انا شايف انه في اغلب الاوقات حتى على مستوى الكوميديا اقل من المتوسط العام بتاع افلام احمد حلمي بحبق حلوين مش بحبق ليليلين وبعدين النقطة برضو الاضافية اللي دايقتني جدا جوا الفيلم البراند بليسمينت والبرودك بليسمينت طريقة الاعلان للحاجات اللي موجودة والكلام ده انا مرضتش اوصيفها ساعة المراجعة بس دي ما تسمى بالشيملس يا جماعة يعني دي حاجة ممكن ان توصف بالواقع انك تحط اعلانات بهذا الشكل الفج جوا الفيلم وهي تربيدوية يعني موضوع بليسمينت كل ناس بتعمله كل احد بيسويه بس هنا الذكاء يجي كيف تستخدمه بأي طريقة انا ما عارف ليش عندنا في المنطقة مو بس شفتها في الفيلم يعني حق احمد حلمي حتى عندنا بعض المسلسلات اللي بنشوفها ما عارف مؤخرا الساير فيها بس جات فترة راجل كده يحطلك يا قدامك يعني عارف يعني حتى في مرة من المرات اللي تتكلم مع احد البراندات كانوا حابين يعملوا بليسمينت معايا ما وصلنا له في الاخير يا مهدي كانوا يبغوا بليسمينت وانا بتكلم انه يطلع بطريقة ما عندنا التفكير حق البراند مانجر اللي موجودين هنا ولا مدراء التسويق والدعاية اللي موجودين لا فكرتهم بالبليسمينت انه لازم يكون طالع كل المشاهد ولازم يكون اخرج عين المشاهد هو شايفها خمس ست سواني المتواصلة تعمل فوكس على البرودت وتسيب الكاركترز يا الهي يا الهي عموما اخر حال اللي بقولها في الفيلم وهذا اللي اعترض معاك فيه جدا انا احب روبي كمغنية كبنت ظريف وكده وخفيفة الله يخليك لك مسلي بليز بليز انت بجهة والتمثيل في جهة تانية ما اجلل منك ابدا يعني بالعكس لو بقول انت انت شاطرة في تعرف تغني للناس تخلي ناس حولينك انك تجيب الجيل حقي اللي شافك ايام ما طلعتي في الفين وثلاثة والفين واثنين ونجيبي جيل جديد الان لسه بيتابعك هادي برافو طرح قليل اللي بعملوها بس بعد على التمثيل بليز ولا شي انا هختلف معك جدا بقى كمان مرة انا مش مقتنع بروبي كمغنية اساسا ولا شي اطلاقا هي مجرد وهو بيذكر لها دايما ان هي قدمت اداء جامد قوي في مسلسل كنيس مسجن الناس انا صراح ما شفتش المسلسل بس يعني الناس كلها بقالت ان هي دي شهادة ملادها الحقيقية كممثلة انا في الادوار اللي بشوفها فيها عندها شوية حاجات كويسة وعندها شوية حاجات مش كويسة ااا ما شفتش ما شفتش الممثلة العملاقة الجبارة لكل الناس بتتكلم عنها انا اسف يعني بس دي الحقيقة اا في الفيلم ده بتحديد انا شافركة دماء خفيفة يعني من المشاهد الكوميدية اللي نجحت معايا مشهد في الاخر لما وفضت بها الكيل زي ما ماهر قال ورفعت عليه الشب شب ورقعت بالصوت لما تخنقت ده كان تعبير صراحة جسدني يعني انا حسيت انها قدمت حاجة ومثلني واحساسي تجاه الشخصيتين دول عموما الربع الاخير من الفيلم كان افضل ربعي فيه والستانت الاخراجي في الانتقال السريع ما بين الشخصيتين وتفاصيلهم كان حلو واحمد حلم يقدم فيهم اداء حلو عشان كده انا بقول الفيلم احبطني بشكل كبير اوي في حاجات كتير اوي ولكن ده لا ينفي ان هو كان في حاجات كويسة بس اه انا اشارك مع ماهر احساسه بانها تمثليان ما قدمتش ما يقدم لها او يخليها تترصخ عندنا كممثلة كويسة او جمدة او كبيرة او كلام زي ده هو بيقول انها مغنية كويسة انا حتى دي بشكك فيه المشكلة الاساسية وهذا يصب ليش انا جبت السيرة الله مو عشان بس اتكلم على الادمية بالعكس يعني ومعليش اذا طلع مني الكلام اني بقى احقر منها لا انا ما بغى اوصل للمنطقة دي ابدا المالي في المجال التمثيلي المصري عموما بس هذا حسسني ان الفيلم ما في احد غير حلمي يعني ما في احد شايل مع الفيلم شوية يخليني اقول في اداء تمثيلي اخر ما في يعني ولا اسم وحنا لسا طلعين من المسلسل الكبير اللي كانت الشخصيات الموسندة فيه بتتفوق على الشخصيات الرئيسية فاحيان كتير جدا في فيلم احمد حلمي اغلب الشخصيات الموسندة كارتوني قل لي على الكبير انا شفت اول موسم زمان زمان يعني زمان مرة صراحة ما شفت بعدها الاجزاء كلها بس واضح انه عامل ضجة كبيرة عند المجتمع المصري عندي اصحاب كثير وشايفهم الفيهات حقتهم الصورة اللي بيحطوها مدرئة كلها جاية من المسلسل هل نقول انه انجح مسلسل نوعا ما كان في رمضان اللي فات شعبية في مصر اتصور يعني طبعا دي حاجة عمرها ما حتتحسب بس انا تبعت قنوات الريفيورز اصدقائي اللي اشتغلوا مسلسلات رمضان المشاهدات اللي جاتلهم على حلقات الكبيرة اعلى من اي حاجة تانية وده المقياس الوحيد اللي انا ممكن اثق فيه شوية بعيدا عن تقرير مؤسسة معرفش مين وتقرير جورنال معرفش مين احنا عندنا لو مشيت وراءهم هو كل مسلسلة مصر رقم واحد ما فيش ولا واحد رقم اثنين فسيبك من الكلام ده انا قلت المقياس اللي بقول على اساسه فعلا الكبير هو المسلسل الانجح ومستحق جيدا لازم تفرج علينا لازم لازم وشيل من دماغك فكرة ان انت فوتت مواسم كتير روح على السادس على طول مش تدقى خالص خالص يعني المسلسل المخاصم من جوة القصص صغيرة بعضها نار نار بجد يعني ضحك لدرجة انك تعمل بوز علشان تكمل ضحك وبعدين ترجع تكمل فرجة وفي حاجات تانية نص نص مفيش حاجة سيئة خالص قدم ممثلين جداد مش ممكن مش ممكن يعني ان احنا نكتشف في موسم واحد تلاتة او اربعة ممثلين بهذه القوة ونرجع افراد الحرس القديم في توب جديد واحمد مكي شخصيا قدم انعاش زي ما يكون خاد وش بوليش على شخصية الكبيرة بالتحديد شخصية العمدة خلاه لمع بشكل كبير قوي لا 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 المسلسل اللي ميدنا يا رمضان انا ليش 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 مركز معها لانه انا احب مكي مرة يعني احمد مكي بالنسبالي انا اسمع راب مرة كثير وحتى الراب العربي السعودي المصري وغيره اسمع اسمع دائما 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 مكي بالنسبالي يمكن هو افضل رابر عربي على مستوى العام على الاداء على الرتم على الكلمات على قطر الحيائلين قريب وانا اسمعها يعني تعجبني مرة كثير فال قدم يلهمني قد ايش ان الراجل ده متعدد المواهب يلهمني الشي هذا بس ما شفتله انت عارف انا عرفت مكي متى عرفته راجل وست ستات ما كانش راجل وست ستات كان تامر وشوئية ايش لا يا شيخ راجل وست ستات لا يا عمد راجل وست ستات ما كانش فيه مكي كان فيه سامح حسين تامر وشوئية اللي كان فيه مكي اللي كان طلع ايتش دبور الشخصية الهب بالشعر الكبير ايو 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 لما وقف لما وقف المحكمة وقاعد يسرح عشرة مصر كله ومستقل ساسا وطلع وطلع بعدين مع عادل إمام في مرجان أحمد مرجان صحا طيب نطلع من الأفلام أو فيلم المصري اللي تفرجنا عليه أنا وإنت في فترة اللي فاتت إيش في فيلم تاني حط الفيلم التاني على جنب شوي إحنا بعد كده عندنا سلسلة من المسلسلات وإنت إنت وصفت الحقبة اللي فاتت الفترة اللي فاتت الشوية اللي فاتت بما أن ده حصات الشوية اللي فاتت زي ما اتفقنا بالوصف السليم جدا دول شوية مسلسلات لأن إحنا نزل علينا فيضان مسلسلات حقيقة كلها كويسة حقيقة كلها متميزة وحقيقة كلها متنوعة أنا إنت شفت منهم يجي خمسة واربعين مسلسل حاجة بالطريقة دي اللي هو أقل من المتوسط بتاعك أنا معرفش أنت مش فور مريم مؤخرا أنا طبعا على قد إمكانياتي شوفت أربعة كويس بالنسبة لي كويس نبتدي بإيه؟ تعال نبتدي بدي أوفر لأنه في تأديري الشخصي الألطف المسلسل الألطف ما بين كل المسلسلات اللي تعرضت في الفترة الأخيرة تتفق معي ولا لا؟ هو أنا يعني دي أوفر فكرة المسلسل نفسه مجنونة إنك تعمل مسلسل عن كيفية إنتاج فيلم أولا اللي بيقول لك مدى عظمة الفيلم يعني إنه في ناس عندهم الفضول إنه يقعد ويتفرج مسلسل ممكن يصير مواسم ممكن لأ كل حلقة بساعة تقريبا على العملية الإنتاجية لفيلم ومو كل العمليات الإنتاجية يعني بتكون بهذه الإثارة عشان يكون أصلا لها مسلسل كامل بس أنا أقدر أجزم لكل الناس اللي لسه ما شافها المسلسل إنه العملية الإنتاجية لـ The Godfather من أجمل العمليات الإنتاجية اللي ممكن تفرج عليها ليه يا محمود؟ لأنه قريد كتاب كامل قريب على الموضوع موجود في تطبيق ستوريتيل اللي هو Leave the gun and take the canoli هذا مشهد من الفيلم وسمى عليه الكتاب بالكامل وقريت دوبي يا الله فأنا قاعد أتفرج على حاجة قريتها يعني فأقدر أقول لكم أنكم مقبلين على وجبة درامية قوميدية رائعة رائعة معقدة وتبين لك الأساس اللي ممكن الناس كلها تشوفوا واللي أنا مفتقده اليوم رؤية المخرج قد إيش؟ رؤية المخرج مهمة لو تم سلب رؤية المخرج منه المخرج في الأخير لا يصبح عنده دور غير أنه يعني اسمه ينكتب على الأفيش هي الرؤية لو موجودة سيطلع عندنا فيلم مهما كانت الأسماء مهما كانت شيء فهذا أهم حاجة كانت في الفيلم بالكامل صراحة وفي عوامل كانت كثيرا ساعدت يمكن هذا أهم حاجة كانت موجودة وإلى الآن الحلقات متميزة كويسة يمكن ما تخيلته دماغي وأنا بقرأ الكتاب صراعة بكل أمانة بس أوكي لو واحد ما يرفق قصة تماما أنا أضمن لك هتستمتع أنا ما قريتش الكتاب أنا قريت عن الميكينج بتاعتها جاد فادر كتير قوي 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 كل شوية يطلع حد من الناس اللي اشتغلوا فيه يحكوا الحكاية من منظورهم تقريبا كل السنة أو كل 3-4 سنين أصلا بيجمعوا الكاست كله وبيعملوا احتفال بالريليس بتاع الفيلم ويقعدوا يحكوا حكاوي جديدة وقصص جديدة والخلفيات والكواليس والكواليس بتاعت دا جاد فادر خاصة قوي يعني هي طبعا القصص المجنونة اللي وراء أفلام كتير جدا ولكن القصة اللي وراء دا جاد فادر فيها كل حاجة في الدنيا فيها كوميديا وفيها دراما وفيها دموع وفيها دم وفيها عنف وفيها تهديد وفيها قلق وفيها خيانة وفيها رومانسية وفيها كل حاجة ممكن نتخيلها وأقل واحد في الدنيا يعرف حاجة عند جاد فادر كل شوية وهو بيتفرج على المسلسل دا المسلسل دا اللي ويتفرج منه أربعة حلقات هتلاقيه بيشاور بييدو قلت أيوة 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 دي المرة المارلون براندو عمل فيها ما عرفش إيه أيوة أيوة دي المرة للرجل بتاع المافي عمل فيها ما عرفش إيه أنت أكيد تعرف حاجة وأكيد هتلاقي المسلسل دا بيتعامل معها زي ما ماهر قال ساعات بالطريقة اللي ترضيك وساعات مش بالطريقة اللي ترضيك لأن في المسلسل بيحاول دايما ياخد المنهج الخفيف هو بيحاول يقدم عمل ممتع وحقيقي العمل ممتع جميل جدا ومش قصدي أن أنا أقول أن هو عمل هايف أو عبيد أو حاجة بالطريقة دا فيه أوقات كتير الدراما اللي فيه بتكون دراما حقيقية تصميم الشخصية اللي هي بطلنا أصلا هو منتج الفيلم وأداء مايل ستيلر مايل ستيلر من المثلين اللي أنا بحبوهم بتاعه ويب لاش الولد حلو حلو قوي عمل الشخصية جميلة جدا والانتقال ما بين الجدية والكوميديا عنده من أروع ما يمكن وبيعلمنا حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي مهتمة بالسينما ومتشتغلش جواها زينا كده إن الفيلم دا ممكن المسلسل دا أنا أسف ممكن يكون أكتر مسلسل يعرفك إيه هو دور المنتج وإيه هي الحاجات اللي بيقابلها يوميا لأن احنا دايما عندنا مفهوم في العالم العربي إن المنتج دا هو الفلوس هو الرجل اللي طلع الفلوس طبعا دا مفهوم مشوه تماما دا مش حقيقي احنا عندنا في أغلب الأحيان بيبقى كده وممكن ياخد الطايتل دوت لو ليه بعض الإضافات الإبتكارية أو الإبداعية أو التنظيمية أو الإدارية حتى الفيلم دا بيقدم دا وبيقدمه بشكل عملي قوي 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 غير إنك تقراف كتاب أو تشوفه في أرتكل أو في كلام زي دا المسلسل أنا أقولش هو أقول عليه فيلم لأنه هو بيحكي عن فيلم بس إيه رأيك إيه رأيك في الممثلين اللي عملوا أدوار الممثلين احنا شفنا الغيب دلوقتي أل باتشينو ومرلون براندو إيه رأيك في الكنين الممثلين يا أخي صعب 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 يعني مهما يعني ممثلين أنا شفت مسلسل تاني اسمه سوبر بومت بتكلم على عالم الشركات جابولي تيم كوك اللي هو رئيس أبل والرئيس التنفيذي حق التكنولوجيا عندهم أنا ما قدرت تتقبلهم لأنني عايش معهم الآل وشايفهم فنفس الشيء ساير معي مع الباتشينو مع براندو لأنه حاسس آخذ الطابع اللي أنا صارت عارفه عن المثل أكثر من إنه إذا المثل بدأ من الصفر كيف كان ممكن يكون بالذات الباتشينو يعني هل الباتشينو نظرتي لي الآن الباتشينو والقامة الكبيرة اللزمات اللي عنده في الكلام اللزمات اللي عنده في الحركة هل هذه الأشياء كانت موجودة من هو وعمره في العشرين ولا صارت معاها دا حين بعد ما كبر وبعد ما شفت له أفلام كتير وركزت أنه أشياء دي ياما طلعت حاسسا ماخدين اللزمات دي اللي ما طلعت إلى بعد سنين وحطوها في واحد عمره عشرين تقريبا أو شي بس بشكل عام بحاول ما أركز مع الموضوع دا بشكل كبير لأنه الفيلم مش عليهم هم جزء لا يتجزأ من عملية إنتاجية معقدة زي أنت ما قلت وإلى الآن حلو إلى الآن حلو أنا بس أبغى أرجع أعيد على نقطة هذه من المسلسلات جماعة اللي حلو تشوفها ومعش تستمتع بس تفقيفيا هتزيد من ثقافتك السينمائية لمعرفة الأدوار داخل العجلة الإنتاجية إيش دور الستوديو إيش دور المخرج إيش دور المنتج إيش دور الميكير إيش دور الميكب لأنهم بيخشوا في التفاصيل هذه لأنه تخيل كل دي التفاصيل أدت لعملية والكاستنج دايركتر والكاستنج دايركتر وإيش دور المكملات لهوليود بالذات أيام زمان كيف أنه المسرح كان يعتبر مغذي للمواهبة الجديدة وكيف كانوا يروحوا ويتفرجوا على المسرح دا عشان يطلعوا مواهب جديدة كيف متى النجم حقه أو المثل يصيره قدير ويسم كبير صح؟ بس كيف ممكن يوصل لدرجة لماحد يقرب منه لا لا هذا مستحيل يشتغل معها مرة تانية إيش اللي يوصل الممثل لهذه المرحلة كل هذه الأمور جميل جدا يتفرج على المسلسل دا تتعلم منه واللي أنا أقدر أقول أجزاء كبيرة ما زالت مستمرة معانا إلى اليوم فالمسلسل ليس مجرد بيتكلم على فيلين دا جات فاضر حتى لو ما عاجبك دا جات فاضر هتطلع منها بتقافة جميلة جدا على المستوى السينمائي والعملية الانتاجية ككل والناس اللي معانا يا جماعة في الحلقات يعني الناس اللي شافوا معانا أربع حلقات لغاية دلوقتي وما يعرفوش العملية الانتاجية والتفاصيل بتاعة دا جات فاضر لو أغلصوا اللي حصل بعد كده أثناء عملية التصوير والصعوبات اللي واجهوها وبالتحديد مع مارلون براندو فإحنا مقبلين على ملاهي مقبلين على رولر كوستر من الحاجات اللي مستحيل الناس تصدق أنها حصل يعني الناس ممكن تتخيل أن الصعوبات بتاعة عملية صناعة دا جات فاضر انتهت كده دي لسه حتبتيجي لأن اللي شافوا كوبولا من مارلون براندو في الفيلم دا على قد ما هم كلهم حكوا ما فيش بني قدم يستحملوا وأتمنى يدخلوا روبرد نيرو على الخط في مرحلة ما لأنه هم ابتدوا يلمسوا معاه أنا بس حابب أقول للناس شغلتين مهمة واحد الفيلم جات فاضر نفتكر مع بعض له خمسين سنة تمام خمسين سنة نجاح مستمر كان الفيلم الوحيد في السينما الآن اللي خمسين سنة ومو بس الكبار في السين يحبوه مو بس النقاد اللي يحبوه حتى الشباب اللي بيطلعوا ويشوفوا الفيلم بيقدروا المدى العظمة الموجودة للفيلم فتخيل الفيلم عظيم لدرجة دي كم قصة قيلة عنه ففيه أشياء كثير بعد التحقيق فيها طلع كلام فاضي وكلام هقص أنا أريد أن أرى في الفيلم دا وأرى المسلسل لأي الدرجة كانوا صادقين مع الحقائق ومع الأشياء اللي تم تزيفها بكل أمانة الشيء الثالث المسلسل ككل من إنتاج باراماونت باراماونت هم نفسهم اللي أنتجوا فيلم اللي عملوا The Godfather فهنا برضو أبغى أشوف حيبينوا لأي الدرجة الستيديو كان مهوي أنا أقول لكم الستيديو كان مهوي يعني لو لا وجود رؤية ولولا المضاربات اللي صارت ولولا عوامل كتير ما أضحى تقع عليكم القصة الستيديو كان حيطلع لنا فيلم ولكن هيعيش خمسة شهر مو خمسين سنة بس أنا متطمن لدي لأن أنا كنت خايف من دي بصراحة وبالذات في أول حلقة لأن أول حلقة اللوم الزات أو جلد الزات كان قليل قوي بس بعد كده بقى مرد يعني بعد كده تواجد الهرم الإداري اللي فوق المنتج بتاعنا الاختلافات اللي ما بينهم وبين بعض طبيعتهم إن فيه واحد فيهم كان عايش في دور الدنجوان وكل يوم مع واحدة وكلام زي ده لا ابتدوا ابتدوا يحاولوا يوزنوا الدنيا شوية إحنا عملنا الفيلم ده وزي ما ماهر كان بيقول كنا مليانين مشاكل وكنا مليانين عك وكان عندنا تضاربات كتيرة وكان عندنا لخبطة كتيرة وكان عندنا ارتبات كتير فده اللي حتى خلاني أقبل على المسلسل أكتر وأكتر أنا حالياً بتفرج على أربع مسلسلات هنعدي على الثلاثة التانيين كمان شوية لما بلاقي حلقة جديدة من The Offer وهو مش أفضل واحد من الأربع مسلسلات اللي بشوفها بفضي نفسي وعد أتفرج علي لأنه بجد هو الأنفع والأسهل والأسهل الأسهل تتفرج ما يبغى له مود إنك تقعد أن تتفرج عليه في أي وقت ممكن أتفرج وأخش عليه بسرعة أنا بس مشكلتي محمود هي ما هي مشكلة اللي ما يعرف القصة عادي معاه بس اللي يعرف حينتبه لها مارك بوزو ماريو بوزو الكاتب حق القصة دخلوا على طول مع ماريو وأنه صار ناجح وأنه الكتاب ناجح وبدأوا على طول في الإنتاج الجمالية كانت إنه كيف ماريو بوزو ده أصلاً كان نكعة هم حاولوا يشاوروا عليها بس مطولوش فيها أبداً أبداً وكيف إنه الشخصيات اللي في الفيلم مستلهمة من الشخصيات حقيقية هو عاش معاهم يعني مالون براندون نفسه مايكل دي كليون بيتكلم كلمات كتير سمعها من أمه أمه الإيطالية عموماً أنا أرجع مرتين يدي على يدك وهذه من المسلسلات اللي هنتم أن يتفرج عليها ويريت يعني كافة الجمهور وشوفه معنا لأنه يستاهل صراحة تعرف فيلم بقامة The Godfather كيف طلع وزي ما قلنا يزدد الثقافة السينمائية في العملية الإنتاجية في الشكل الكبير ننتقل على حد تعبيرك هو الفيلم المسلسل أدخل شو أقول الفيلم المسلسل الأسهل في المتابعة ما بين اللي موجودين دلوقتي حروح لما أعتبره الأصعب في المتابعة ما بين كل اللي موجود دلوقتي وهو We Own The City متفق مليئ في المين متفق جدا We Own The City مسلسل تعمل منه حلقتين لغاية دلوقتي من مطولة جون بيرنتال من الممثلين نحن كلنا بنشجعهم من أول مرة شفتناهم فيها لأن نحن عارفين قديهم الممثل هاي بيدور عن فضيحة رشوة وبلطجة وفساد وعنف وعنصرية كل حاجة تعاوزها في الدنيا في شرطة بلتمور ما بين سنة 2015 لسنة 2019 بكل تفاصيلها بكل اللي دار فيها من صناع مسلسل دوائر ده مسلسل صعب ده صعب بجد يعني أنا أول حلقة اتفرقت عليها نص الحلقة بعمل بوز وأنا قاعد مع مراتي ده مين ده ده هم بيكلموا على حاجة زي ما نكون كون المفروض نكون عارفين ههو ده سنة كام ورجعنا عملنا علشان نكشف إن كانت فيه إشارة للتواريخ إحنا ما كناش شايفينها أصلا وما كناش واخدين بالنا منها بتوضح لأن الأحداث بتنتقل كتير في السنين بتجيب لك أصل الزباط دول كان إيه والتحقيقات اللي بتتم حواليهم من أكتر من جهة عملت زي عددهم كبير عدد الشخصيات مخيف الانتقال سريع الحوار مش متعاطف مع المشاهد إطلاقا هو بيحكي لك اللي حصل ما بيحاولش يخطب لك ما بيحاولش يدي لك تقريبا صفر في الحلقتين اللي احنا شفناهم ولكن مع الحلقة التانية لما تتولف عارف لما تطلع على تريد ميل وانت لسه مش متعود على سرعتها وتقعد تتشنكل شوية وتتكعبل شوية وبعد كده تزبطها على اللي انت عاوزه فتلاقي الرتم الزبط والدنيا زبطت أنا انبهرت بان ده حصل مع اول عشر دقيق في الحلقة التانية خلص جمعت اللي حصل وعرفت ادوس وعرفت اعمل الكلام ده كله مسلسل رقي جدا انت ايه رأيك انا اهدي من الاشياء اللي فعلا ضرورة انك تقول مين اللي ورا العمل انك لو ما قلت مين اللي ورا العمل انا من الناس كان من الممكن اني اوجب في نص الحلقة الاولى اول شي مين اللي ورا العمل عشان يزيد ثقتك في العمل وانك تقول اللي يسوه ده واير هم اللي وراها تقول او 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 دقيقة ده واير رجع مرة تانية واي ايش القصة اللي بيقولوها هذا واحد اتنين انه واحد بيمثل انا مرة احبه وانت تحبه كتير اظن ما في احد تفرج على برونثول تبانيشر ولا حتى ووكين ديد ولا حتى ليه مشهد واحد في ويند ريفر من اروع ما يمكن ما في احد تفرج على المثل ده ما يقدر يتعاطف معه يديك القوة سبحان الله مع الضعف اللي هو الضعف مني وضعيف لأ الضعف العاطفي هذا بطريقة ولا اروع فلما اشوف انه هو موجود وبطر واشوف كمان انه الكتابة حلوة واشوف انه بعدين ابدأ اركز مع طاقم العمل وفيه كم مثل تانين انا اعرفهم من مسلسلات اخرى ولا من اعمال اخرى هذا اللي خلاني اكمل لانه الاسبوزيشن زي انت ما قلت صفر ونرجع نوضح مرة تانية ايش يعني اكسبوزيشن ما في توضيح ما في مثلا اتاها تقولك احنا في التاريخ الفلاني او احد يتكلم نحن هنا نريده ان نتحدث اليوم عن ما حدث في هذه المدينة او تلاقي شخصيتين المفروض انهم بيتكلموا مع بعض فجأة بطلوا يتكلموا بعض وبقوا بيكلموك انت يقولك بس لو تفتكر سنة الخمسة وسبعين حصل هما اللي كنا عارفين اللي حصل طب انت بتقولوا تانية ليه بالزبط بالزبط فهذا اللي احنا بنقول انه ما في اكسبوزيشن وانا من الناس اللي اكره اكره اللي تديني بالملعقة لكن في نفس الوقت هادا النوعيات من الاعمال مش كل وقت هادا لازم اتفرج وانا زي الواحد يكون جيعان ويأكل وجبة كبيرة ما ينفع ولا جيعاء وانا مرة شبعان تجيب لي وجبة حلوة مهما كانت طائمة ما حا اكلها هادا نفس الشي اللي هادا العمل الى الان حلقتين فقيلة يبغالها تركيز تركيز على الابعاد الزمنية الخطوط الزمنية على الشخصيات هما بيقصدهم ايه بيتكلموا على ايه بالذات انو احنا كمشاهدين عرب ما حنقدر نفهم من السياق حق الحوار تاريخ الامريكان لكن لو واحد امريكي لكن لو واحد امريكي بيتفرج هيقول ها هما قصدهم على الاستارفة 2017 ولليستارفة الانتخاب الشخص الفلاني 2016 للمعارفين من المنتخبين ومن المحافظين اسماء الزباط دول يعرفوهم هم عارفين هم اصلا بيشيروا لكل الاحداث انها منقسمة قبل حادثة مقتل حد وما بعدها هم عارفين دمين احنا ما نعرفش دمين بالضبط فهذه الفكرة هذه مرة ثانية العمل معمول الامريك مو معمول الامريكي ومعمول العالم لكن معمول الاحداث امريكية فطبيعي المشاهد الامريكي حيكون عنده ما عارفه اكتر مني ومنك فانا معناها لازم اجي اتفرج وانا مليون في المية جاي مركز مع العمل طالما واثق في اللي كتبوا The Wire وانه فيه مثل زي برونثول هيخليني اعمل الشي دار الشيكية قلت لو لا ودود العاملين هذي انا من الناس اللي كان ممكن اعطيله فرصة واذا كان المود حقي مو كان زابط وقتها كان بطلتو كراح علي مسلسل للان واضح انه ثقيل واتمنى انه يكمل قيمته ووزنه مش عايزك تحكي لنا عن دوائر بس عاوزك تقول لنا من الآثار بتاعته او من البصمات بتاعته ايه موجود في ويوند سيتي البروتاليتي او العنف حق الشرطة وقدي ايش ان الشرطة ما هم جايبينهم كجهاز جايبينهم كبشر ما هو جهاز امني ما هم ناس ماشيين بس بورجة وقلم مشغالين لا دول بشر بيخشوا في صراعات ثقافية صراعات اقتصادية احنا دايما نشوف الشرطة يا طيب يا بطال واذا بطال اعمق شي تشوفه انه والله مديون ولا احد بيهدد بزورته ولا شي مش انه يومه العادي وانه دالي بيسويه وانه ما كان مقتنع ومع الوقت بدأ يقتنع بالحاجات اللازم يسويها لانه هو فاهم ثقافة المكان اللي شغال فيه هذه الامور هذه اكتر شي عاجبني في دال المسلسل وهي من اكتر الاشياء اللي كانت المسلسل دواير فعلا بتبين لنا قد ايش الموضوع بالذات الثقافة الامريكية مش ابيض واسود احنا بالنسبة لنا لما نتفرج اليوم لما نشوف اليوم في العلم ضد السود في امريكا من كل عنصريين والسلام طب في شرطة سود في شرطة من السود كيف تخلي شرطة اسود يتعنصر على ولد بلده ايش في معناته في شي لما تتغلغل في الجانب الانساني لهذا الشرطة بالثقافة المكان اللي هو موجود الجهاز الامني هذا هتعرف وهنا اللي يطلع معانا من اجمل الادوار اللي موجودة دواير وشخصيات مرة حلوة طلعت كرير لليمثلين احنا نعرفهم واليوم ونحبهم لا دواير ضروري يمكن يعيبوا انه نعمل مرة زمان قبل الجولدن ايرا او الفترة الانتاجية الذهبية حق المسلسلات واللي يؤثر بشكل كبير على جودة العمل بصريا بس مش تمثيليا والإحواريا بصريا مو اجمل شي بصريا مو اجمل شي نقطة لفتت نظري وانت فكرتيني بيها مهمة جدا فكرة الابيض والليسود لان رغم ان المسلسل ده يا جماعة بيتعاون بيتعامل مع وحوش انت بيتعامل مع يعني شخصيات مجرمين وانت عارف انهم مجرمين وكل حاجة بيعملوا في المسلسل اغلبها اجرامية ولكن هو مش واخدهم على انهم شخصيات شريرة بطبيعتهم او بفطرتهم جاب لك مركز لك مع شخصية جون بنتال ديت جايبك من اول لما دخل الشرطة كان عامل ازاي وتحول ازاي في بعض لقطات المنتاج والمنتاج في المسلسل ده يتعمل في انتكلم عنه كتير فيه كلام كتير قوي يتقال عنه يعني وازاي ان طبيعتهم ديت مستمدة من طريقة البيئة اللي هم موجودين فيها وان فيه ذنب كبير ما هوش ذنبهم لوحدهم رغم ان هم المذنبين الاكبر والاعدم فشخصياتهم متعددة الابعاد مش ليه وش كده شكله نص نص بتاع رجل العيلة ويقلب النص تاني يبقى وحش وخلاص لا 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 ده كل كل لفاية تدصله منها تشوف منه زاوية زاوية مختلفة تماما وبس ابغاء اقول للناس شي بالذات الناس اللي زي اللي تروح الى ايم دي بي فورا تشوف التقييم وممكن على اساسها تكمل العمل هذا من الاعمال اللي انتبه من ايم دي بي حبه ليه احنا اولا محنا امريكان وي دون كير اشي اللي ساهل معاهم بس الامريكان بنقسمه نصين في القصص اللي تمس السياسة حقتهم خصوصا الان السياسة في امريكا منقسمة لابعد درجة المسلسل بيضرب بشكل واضح في حقبة ترمب مو بشكل مباشر ابدا بس موجود في دقيقة الحقبة واحد اثنين بيتكلم على اليساري والديمقراطيين والكلام ده كله ثلاثة بيجيبوا شوية اسماء واحداث حتى في التاريخ فتلاقيهم مايلين شوية لبرال هو في وزنية للان بحكم الطلاعي في وزنية بس مايلين شوية لبرال تمام هتلاقي لو رحت على ايم دي بي سول شي دا معايا عشان تعرفوا تعرفوا بعد كده القصص روحوا اقرى التعليقات واذا انجليزية كويس هتلاقي التعليقات السلبية غالبا من اشخاص ضد السياسة وضد اقحام السياسة وضد انه في تحيز في جانب معين هنا اكتر نقطة الصانعين العمل لازم يكونوا محايدين او لازم يكونوا محايدين لو ما كانوا محايدين هتضرب منهم كثير افلام او مسلسلات الفترة الاخيرة كانت حلوة شوف التقيم تلاقيه ستة وانت نازل لسبب الوحيد انه ضرب في حتة من حتتين خسر جمهور كبير عدمول التقيم احنا بالنسبة انه ما يفرق الشيء ده معانا طالما القصة حلوة وذاتها اللي بقوله اللي يشوف ده حين سبعة مثلا لا هذا اللي مسلسل عادي انا اكاد اجزم انه كحكو 8.5 وانت طالع بس الان لانه في الانقسام ده اظن ان نازل السبعة حدود السبعة انا بكلم شايم دي بي اصلا فلمش انا اي حاجة خليك في الطماطم انت خليك في الطماطم ما فيش هو يا نقاط بيفهموا يا نقاط بهيهم وخلاص ولوين ده موجود برضا يعني النقاط طبعا والاغلبية العظمى من بتوع روتن طوميتوز نقاط امريكان والرسالة السياسية ممكن تدخلهم من زاوية مش على مزاجهم وتلاقي ده منعكس في تقيمهم بس دايما ما بيقولوش كده العملية على روتن طوميتوز اصعب شوية في القراية لانه مش هيقولها بشكل مباشر انت محتاج تقرهها ما بين السطور لا الراجل ده في حد دس على ديل وهو مش عارف يقول بشكل مباشر من الآخر اهمي كفاءة لما اعطو ديف شابرل زيرو يعني انا والله ما اقدر انساه الان لما ادو ديف شابرل زيرو يعني اول شي تدي شي كوميدي تقييم ليه هذا رجب واحد لانه حاجة زيرو يعني مستحيل مستحيل عموما مسلسل مسلسل مرة حلو ومأمل فيه بس ناسي هو ينتاج مين اتش بيو انه او اسقان بتريد تجيب انا او اسقان عندي كتنشفت خالص يا ماهر ما كانش بتجيب اي حاجة وكنت فكرت اتريد تقرر رسميا ان انا جديا ان انا عوز الغي الاشتراك وبتاعه بعدين فجأة لقيت اربع مسلسلات ينفع يتشافه وعلى فكرة الكاتالوج برا اللي اربع مسلسلات دول كمان فيهم شوية حاجات شكلها جديدة فقررت اأجل القرار ده واتمش انفيه بالكامل ولكن اأجله انا بقل حاجتين عشان اكون صادق امام الله وامام الناس يترجع علينا اي احد اليوم معاش به نتفلكس او يبغى محتوى تاني او اس ان مكتبته مرة حلوة وكل ما لها بتزيد والفترة الاخيرة زي ما قال محمود كويسة لكن 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 اسوأ وافشل تطبيق على الوجود تمام يعني انا مني عارف ليه في الزمن دال في الثلاثنين وعشرين احنا ما زال عندنا بعض اللغطات والاخطاء الغبية اللي تتكرر عندهم وهذا واحد اتنين ما عندهم ميزدد داونلود اي ما قدر اعمل داونلود لحاجر طلع الطيارة مثلا او شي انا اكمل واللي صارت موجودة في باقي المنصات الباقية كلها الشيء الثالث ما عندهم فور كي الجودة اللي عندهم مش فل يعني اضم سبعمية وعشرين او شكل عالم اول شوية الموضوع الفور كيدا بصراحة لا بس يعني حرام يكون عندك تلفزيون والصفاوة着 وحاجته كويسة والنت حقككويس ولخير dur تفرج على حاجة اي كلام يعني حرام وانت الوحيد يعني لعندك المنتج دا بدأ الشيء دي لو صلحوها مع الخوف انه يطلع المنتج اتش بي او اذا دخلت المنطقة عندنا اذا ما دخلت المنطقة كفايا اتش بي او كان اللي موجود أجبهم صلاحة وغير اتش بي او من وقت التاني أنت عندك أخبار من اتش بي او دخل عند المنطقة؟ أيو 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 لا أنا بمارس معها دي أيو 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 في أكتر من دراسة قريناها للتوسع وجابوا فيها ميدال إيست يعني لأن اليوم الحرب حق الستريمين كل مالها بتزيد يعني نتفلكس واللي صار معاها الآن يمكن فرصة نتكلم عنه ده موضوع شوي أوكي اللي صار مع نتفلكس مؤخرا السهم حقهم زي ما احنا عارفين نزلت بشكل كبير كله لأنه لأول مرة بتتكلم من تيجي تعلن على نتائج الاقتصادية حق الشركة المالية حق الشركة وتقول والله أنا المرة هادي ما زيت ما نميت ما مكبرت أنا بالعكس قل له عندي المستهلكين أو قل له الناس المشتركين في القناة طبعا خبر زي ده لأول مرة حيصير حيثت رح يعمل زوبعة وبالتالي مع الوضع الاقتصادي العالمي المضطرب حروب وكورونا وغيرها الناس هتبدأ تبيعوا وتشتري في الأسهم وبالطبيعة الحال هتنزل شفنا قبل فترة ايش اللي صار في الأسهم تانية ما حقل المجال ده مجال تتكلم على الأشياء المالية لكن اللي بحاول أوصله انه يا جماعة الموضوع مو عشان فيه ناس تركبت الموجة وبدأت تتكلم عشان نتفلكس صاروا على الأجندة بس وموضوع بكل سهولة مكان كان لحاله لحاله اللي موجود لحاله اللي بيعمل بدأت تفوق الشركات التانية اللي متأخر على ما فاقت الشركات التانية على ما بدأت منصاتها على ما بدأت ما تنتج أعمالي لما أنا أنتج أعمال أصلية في المنصات التانية معده هاخد مثلين هاخد منتجين هاخد مخرجين هايقل عند الفرصة أنه أنا أعمل إنتاجات كمان قوية طبيعة الحال لما نزيد التنافس الكيكة بدل ما كانت دايما أنا لي الوحيدة بدأت تتقسم على أفراد آخرين بطبيعة الحال عرض الاقتصاد العالمي اللي صاهرة الناس دوبة هلاقي تأكل في أشياء كتير ينحب ده أكون انتقائي لا أبغى دول غير دول سواء عجبتني الأجندة ولا ما عجبتني أجندة ولا غيرها أنا متفق جدا أن إنتاجات نتفلكس صار فيها زيادة عن اللزوم الأجندات واضحة تماما بس بكل أمانة السلتين الثلاثة اللي فاتت أحب للإنقاذ الوحيد في الأفلام مع كورونا كانت أفلام نتفلكس اللي بتنسوا كل فترة اللي هي من أكتوبر لنهاية ديسمبر ففيه إنتاجات سيئة وفيه إنتاجات طيبة زي أي شبكة ثانية HBO نفسها هي أول شبكة بدأت بالشدود وبالمثلية وبالأشياء دي كلها من زمان لكن نتفلكس تصدرت المشهد لأنه هي أكبر شبكة في العالم أكتر شبكة كانت بتموا بوتيرة سريعة جدا هي اللي بدأت العملية تربط في الرقمي قبل أي أحد هي اللي دخلت في أماكن للإنتاج العالمي في كل مكان دخلت حتى المنطقة عندنا من 2015 إحنا ديسمي دوبة هتفكر تخش عندها معنا فتحة من سنتين ثلاثة وموال بقى وستة شهور أنا جاي في الطريق استنوني نتفلكس ديت إحنا صحينا الصبح لأنها شغالة يعني بالضبط فكل دي العوامل طبيعي إنه عدد المستخدمين إنه ينزل هل نتفلكس هتروح إلى مكان أنا معك في اللي انت بتقوله وهو ده التفسير الدقيق طبعا لموضوع انهيار السهم وكلام ده كله بس انت داخل معركة جبت إيه للمعركة دي ما أظن عندهم نتفلكس دخلت بالشكل اللائق شافت المنافسة اللي جاية قدامها وعرفت إزاي تقابلها وزعت الانتاجات المتميزة عندها على السنة بحيث إن المشترك يحيث إنه بياخد قيمة مقابل الاشتراك بتاعه أنا النهاردة وأنا واحد بحب نتفلكس وبتابعها دايما ولازم يكون عندي حاجة بتفرج عليها على نتفلكس في أي وقت من الأوقات اللي بتفرج عليه دلوقتي هو جيم شو لا مسلسل ولا فيلم آخر الأفلام اللي شوفتها نتفلكس كلها سيئة مش نص نص يا جماعة واحد بس اللي حلو الباقي كله سيئ مسلسلات أنا مش لاقي حاجة تبعها ما فيش حاجة تتشايف طيب أنا قراءتي المتواضعة جدا للوضع اللي سائر اليوم تمام أول شي نتفلكس كانت تعتمد اعتماد كبير على المكتبة الأرث الكبير من كل الاستوديوهات مو حقها من كل الاستوديوهات من كوميدية من درامية من كل إنه ما كان أحد عنده منصة فكانت تأخذ من الكل و تحط عندها بدأت المنصات تسحى على 2018-2019 بدأوا حبة حبة يسحبوا اللي عنده عقود كانت موقعة لـ 2020-2021 إلينما هم يبدأوا المنصة حقتهم بدأوا يسحبوا الحاجات حبة حبة هذه أول مشكلة المشكلة الثانية بكل تأكيد اللي هو بدأ يزيد إنتاج نتفلكس وبدأ يبان معانا أول كانت تعتمد على إنتاجات غيرها وعندها إنتاج إنتاجين في الشهر اليوم في اليوم بتصحى 3-4 مسلسلات جديدة وطبعا كل ما زادت الكمية ستقل الجودة لكن اللي سار مع نتفلكس آخر سنتين لولا الأعمال المستمرة الأعمال الجديدة أضعف ناخد مثال 2017 في السنة واحدة 2017 يمكن فيه أربعة أو خمسة أعمال قاهرة كانت لـ نتفلكس نفتكر دارك بدأ في 2017 نفتكر أوزارك بدأ في 2017 لكاسادي بابي اللي استحوذوا عليه من الأسبان ودخلوا عندهم في 2017 في عملين تانين صراحة راحوا عن بالي الآن وكانوا في 2017 والذي بدأوا سنة بعد سنة تنزل بمواسم جديدة وكمل بعدها فهذه المسلسلات إلى الآن هي اللي بترجع الناس تتفرج بموسم جديد نزل أو أي شيء الأشياء الجديدة قليلة ستجد في 2019 لا يجب في بالي والذي عمل شيء مهول واركين وغير كده في 2019 من المسلسلات كانت لديك الدرجة لكن أفلام ما زالت تعطينا أنه تسابق على الأوسكار سنوياً سواء اعتبرت الأوسكار شيء كبير أو لا على الأقل الأعمال التي طلعت آخر سنوات كانت كبيرة لكن صارت أشياء قدام نتفلكس السنتين اللي فاتت أنا من رأيي كانت سبب أنها تهدي شوية على أي ردة فعل أنت مستنيها واحد الناس قاعدت في بيوتها ستتفرج على نتفلكس ستتفرج على نتفلكس ما في سينما الكل تتفرج على نتفلكس فليه أنا نزل الأسهم الكبيرة حقتي الآن؟ أنا هم مخصوبين يتفرجوا خليه أنا نزل بالقطارة ما نزل كل حاجة أنا هحتاجها بعدين هذا رقم واحد رقم اثنين والأهم وأكبر نقطة بنستناها مليون في المية أي شركة بتشتغل هي شايفة متى هيبدأ تهدي أكيد لما أعلنوا الناس اللي ما قريت اليوم المقالاته ده لما أعلنوا عن خسارة الناس أعلنوا معاها على طول قالوا على طول إيش الخطة الإنتاجية اللي معاهم إيش توزيع البوجت اللي حيصير مستقبلاً وميزانية سحبوا البوجت الآن من كتير أعمال سواء كانت مواسم مستقبلية أو أفكار كانت موجودة وحطوها الآن في أعمال هما شايفينها إنه هي الأقوى واللي حتكون رهيبة ومن وجهة نظر الآن كمستهلك حلو معنات الفترة الجاية أكيد هشوف أعمال الآن حتكون أفميو لأنه سحبوا لا لا أنسى السنة دي راحت يا مان يعني هما أصلاً اللي أنت قلته يا مهر كلام منظم جداً بيشرح تخبط كما لو كان منطقي وهو غير منطقي أنت في وقت من الأوقات زي ما أنت بتقول كنت لوحدك كان معاك كل أسلحة التميز كان عندك إكسكلوسيف كونتراكتز مع مخرجين درجة أولى وكتاب درجة أولى لدرجة أن أنت استملت كتاب جيموف ترونس شخصياً وخلتهم يخلصوا مسلسلهم ويقلبوا علشان يجوا يشتغلوا معاك وكل اللي طلعتهم منهم في الآخر متل لوردز أنت كان عندك أسلحة بالهابل أنت على ما يبدو على ما يبدو وهي دي قرأتي للموضوع مدتش للناس داية البيئة اللي كانوا متوقعينها مدت لهمش الانتشار اللي هما كانوا متوقعينه مدت لهمش النجاح اللي هما كانوا متوقعينه لدرجة أن اللي حتى فضل منهم النهاردة بقى بيكوم المشاريع بتاعته بيرميها في وشك جاد أبتاو اللي بقى له سنين ما قدمش عمال كوميديا لما جاي يعمل حاجة لنتفلكس عمل لهم دا بابل أسوأ عمل لي على الإطلاق هانز داون يعني السنة اللي فاتت حتى السنة اللي فاتت أنت قابلتنا في بدايتها بفيديو جبار في أرسنال أوف أفلام وقعدت الناس أنا هتنزل فيلم كل يوم وده الأفلام بس غير المسلسلات كان عندك سكويت جيم كان عندك هيل باوند كان عندك شوية حاجات كويسة وكان عندك موسم من حاجات قديمة مقبولة السنة اللي فاتت على مستوى المحتوى مش قادر أقول عليها أنها كانت سيئة أو وحشة بالنسبة للنتفلكس حتى إحنا جينا وقلنا نطوء الإنقاذ للأفلام في نهاية السنة كان نتفلكس فقط بس السنة دي خمس شهور ستة شهور حتى لما ببص على اللي أنت بتقول أنك هتعمله على رأي ماهر زي ما بيقول دلوقتي أنسى السنة دي أنسى السنة دي يبقى دم أخطأ آه وانت كان عندك أسلحة بالهبل أسأل تستخدم أغلب؟ مليون في المية أنا هادي قراءتي للموضوع قدام لما تشوف مثلا HBO HBO على الرغم نحن دائما بننتقد Warner Brothers وقرارات Warner Brothers Warner Brothers أثبتت أثبتت للناس كلهم بالأرقام أنه خطتها كانت صح واللي سوته 2021 ممكن ضر السينما بس فاد منصة HBO HBO Max زاد عدد المشتركين زاد كمية الناس الواثقة في الكونتين كان عندهم قراءت أنهما يأخذوا قرار صعب بفوقت صعب وآه وآه أثار استياء الكثيرين ولكن فعلا زي ما ماهر بيقول مع مرور الوقت أثبت أنه كان الصح لكن نتفلكس اليوم مشكلتها الكبيرة يا مهدي نرجع مرة تانية يعني سهل لنظر بس نتفلكس كانت مبنية على منصة كبيرة ليش نتفلكس في كل البيوت اليوم زي الموية يعني جزء من فاتورة المية بتجيب نتفلكس خلاص يعني لا أقعد كل شهر أكانسل أنا في منصات تانية لأ شهر أجيب وشهر لأ على حسب المنتج اللي ساير نتفلكس دائما موجود خلاص ماهما كان أدور على الحاجات ليه؟ لأنه مكتبة واسعة غزيرة جدا لأن المكتبة الغزيرة تجف مع الوقت ضروري تنزل فيها وهذا الغلطة الكبيرة اللي يعملوها عملوا كمية أعمال بالهبل عشان بس المكتبة تكون زايدة ضمنا إنه ميقدر يخلوا الجيل الجديد على الأقل هذي اللي خلان يروحوا للأجندة لأنه هما بيروحوا ويتكلموا مع الجنزي الجنريشن الجديد اللي يهموا الانفتاح وواوا والكلام الفاضي اللي هما بيقولوه ده والذي ضرب عليهم في الأخير فهما الآن بيحصدوا أثر أربع سنين من الإنتاج المستمر اللي جوا لقوا أن المنافسين أقوى من اللي كانوا عاملينه اليوم هيصير فيه إعادة نظر لكل شيء سينتج عنها أثر ولكن ليس الخطة الآن ولكن هذه السنة أنساها أي حاجة غير هذه السنة أنساها يعني هذه السنة ستنزل لك أفلام الأوسكار زي العادة إنه هذه من الإنتاج السنة اللي فاتت أنت بتتمنتج الآن وبتمكسج وحيروحوا إلى المهرجانات كان وفينيس وغيرها وتعرض عندك على سبتمبر أكتوبر نفومبر ديسمبر زي كل سنة بس هل فيه شيء الآن حيقيدهم تاني لا الآن حيصير فيه إنتاجات الآن حيصير فيه قرارات الآن حيصير فيه إلغاءات واسمعنا عن إلغاءات متعدد المسلسلات أبو كلب إيش المسلسل حق ستيف كاريل حق الفضاء دا كان شاء الله زي متأكد المسلسل تاني أصلا أصلا أنت عملت تاني ليه يعني وده على فكرة بيضع من نفس وجهة النظر اللي بقولها للناس اللي بتشتغل عند نتفليكس في الزومبي مود ستيف كاريل يا جماعة مش هين عليه غير هدومه وهو بيمثل في المسلسل دا شغل زومبي مود حاجة في منتهى الكسل اللي في الدنيا الوضع الوضع مأساوي اللي ساير وأكبر دليل أنا متى انتبهت لما جريت الخبر حاجة نزول للمشتركين كانت يقولت يا أخي أنا متى آخر مرة عملت ريفيو الحاجة نتفليكس ما أنا أعداد انت ريفيو وإنه شيء لنتفليكس السنة كاملة يا الآن دائم أنا مش فكر ولا شيء ولا شيء ولا شيء هل أنا عندي ضد نتفليكس شيء لا دل بوتو ده أول حاجة بنروح لنا بالعقل أنا أسهل شيء عندي نعم ريفيو الحاجة نتفليكس لأنه عدد الناس اللي عندهم منصة أكتر فحيشوفوه يا أنا حساعد العمل انتشر يا العمل وانتشار وحيساعد الفيوز عندي يعني دايما اللعبة سهلة بس طالما إني ما أتكلمت أصلا معناته إنه فعلا ما كان في حاجة تجرؤ للكلام أو إنه حتى لو كان في شيء حلو ما كان حلو لدرجة إن أفضيله وقتي ولا أفضيله سلط وأخليه فهذا شيء يعني بس لمصلحتنا إحنا كمستهلكين كل ما زادت التنافسية حيزيد عنا اللي ربما يكون هو ده نقوس الخطر اللي يفوقوا منه ويقوموا على حلهم ويشتغلوا شوي وهذا اللي خلاني المرة دي واتكلمت وكتبتها حتى في تويتر كمية المسلسلات في 2022 مرعبة مع غياب نيتفليكس مرعبة وجميلة أبل تيفي عاملة مسلسلات والأروع الأوسن اللي بتعرض الحاجات اللي جاي من HBO مثلا شو تايم اللي بينعرض على ستارز بلاي في غريب إنه شو تايم بينعرض في ستارز بلاي مش على أويسن لأن أويسن أصلا كان اسم الشو تايم عندنا عموما فترة مسلسلات رائعة فترة مسلسلات حلوة صحيح جدا اللي بعده اللي بعده إحنا كنا لسا قبل ما نخش في الحوار بتاع الشبكات والمنصات كنا بنتكلم عن أحد المسلسلات المعقدة جدا عن عالم الشرطة في أمريكا في بلتمور في مسلسل تاني معقد بس مش جدا مش زي ويوند السيتي خالص بيدور عن عالم الجريمة والشرطة والصحافة في اليابان في توكيو وهو مسلسل توكيو ده تعرض الموسم الأول منه لو حيتعمل منه موسم تاني بالكامل خلاص ولكن أنا شفت أول أربع حلقات بس آآ لسه ما خلصتوش من أحلى حلقات الأخيرة أنا مبسوط من المسلسل عندي شوية انتقادات هو أولا من المسلسل بيدور عن قصة حقيقية من مذكرات صحفي كان عايش في اليابان وكان عايش ينقل هناك ويعيش وهو أول ريبورتر أول أول صحفي أول مراسل أجنبي في أكبر جريدة على وجه الأرض وهي الجريدة اليابانية اللي هو رح يشتغل فيها وبعدين إزاي الأحداث الجرائم اللي كان بيحاول يحقق فيها لأنه بيشتغل في قسم الجريمة دخلته من اليكوزا وعصابات المافيا والجريمة المنظمة في اليابان وعلاقته بزملائه وعلاقته بالمجرمين وعلاقته بالأمور دي كلها وعلاقات متشعبة وعظيمة جدا المسلسل ده أول حاجة لا فاتتنظر ليه هو البيوت لأن ده مسلسل تحس أنه هو معمول زمان مش معمول دلوقتي معمول على الموديل القديم اللي هو بيحاول يبيع نفسه من أول حلقة والبيوت بتاعه أنا حتدعي وأقول أنه هو أفضل أول حلقة لأي مسلسل شفته السندي وأنا ممكن أكون بطبل شوية الحبيبي ولكن من إخراج ومايكل مان هو مخرجي المفضل عبر التاريخ كله يعني ولما تتفرج على لأنه قدم درجة من درجات والشد والجاذبية الثقافية والانتقال السلس ما بين حياة اللي تحت الأرض واللي فوق الأرض داخل المجتمع الياباني الأداء بتاع أنزل إل جورت أنزل إل جورت يا جماعة بتاع بيبي درايفر والولد ده رايح أماكن رايح أماكن يعني أنا كنت عايز أقول لو سببه في حاله لو سببه في حاله لو سببه في حاله لو الجضية دي وبعد عن حاجات آه والموال اللي هو مدخل نفسه فيه والكلام ده كله الرجل ده لو أخذ كارير طبيعي أنا أتصور أنه الأوسكر المضمون خلال عشر سنين يعني لازم لازم حيوصل لحاجة زي كده يعني وقايم بدور هايل ولكن التفاوت من البايلوت للحلقة التانية كبير قوي على جميع الأصائد حتى على مستوى التجربة البصرية تحس أنه فجأة زي ما يكونوا كانوا بيصوروا بكاميرا نظيفة وبعد كده راحوا جابوا كاميرا رخيصة صوروا بيها مش عارف زي ما يكونوا كده بيصوروا سنين ما ونقلوا فيديو I'm not sure بس في حاجة في حاجة تراجعت لو المشاهد عرف يتخطى العتبة دي أو المنحدر ده وكمل حينبسط لأنه حيطبع بعد كده من خلال الحلقة التانية والحلقة التالتة والأحداث حتسرقوا المسلسل فيه كمان كينوة تانبي بتاع دالا الساموراي وهو مصري اليابان يشتغل كتير في السلام الأمريكي وكل أنا بنحبه بتاع عمل دور حلو جدا ومتميز جدا وعدد كبير من الشخصيات الفرعية المتميزة ومجهود رائع من الشخصيات أو بالتحديد من الممثلين الأمريكان لأنهم بيتكلموا ياباني مخيف وأنا دخلت أدور هو عمل يا جماعة ده حفظ وادخل رماها ولا لا راح راح اتعلم ياباني فعلا كينوة تانبي كان من المنتجين بتاع المسلسل اقترح عليهم أن كل مشهد يسجلوه مرة بالياباني ومرة بالانجليزي وبعد كده المونتير والمخرج يشوفه يعمل به ايه واللي طلعوا منه إبداع جنان لانتقال اللغة داخل المشهد الواحد من الانجليزي للياباني وقدوا الرحب بعض الأحيان للممثلين طالما أنتوا انتوا اللي اتنين تعرفوا ياباني وانتوا اللي اتنين تعرفوا انجليزي جونت الضعف أو اللي تمنيت انها تتم بطريقة أفضل هو اليابانيين اللي يتكلموا انجليزي مهما كان الياباني مخيف في لحظات كثيرة بالذات إذا كان هو شرير أو من العصابة أو غيرها أول ما ينقل يتكلم انجليزي في درجة تنشن تخيف شوية معي أنا ما عارف لليش ماني عارف أعبر عنها بشكل صح يمكن لها مسمى ممكن أنا بتخيل بس في شوية تنشن بيخف معايا هذا رقم واحد رقم اثنين أنا ليه حبيت المسلسطة حبيتوا جدا كمان أنا كشخص يهمني الثقافة اليابانية أظن حقون متابعين الأنمي كلهم يحبوا الثقافة اليابانية وألفين على مفرداتهم على كلماتهم على الحاجات دي معنهم في الأنمي يبالغوا فيها بس نقدر نقول الإذن حقتي ما هي غريبة على اللغة اليابانية فكان سهل علي إن أنا أتابع أتابع شي المجتمع الياباني نفسه بالذات في توكيو واللي ساير في اليكوزا أمر جدا مثير الاهتمام ألعاب كثيرا عملت عليه أنميات كثيرا عملت عليه إنه أجي أشوف مسلسل بعيون أمريكية كنت خايف كيف هيسطحوا الموضور حبيت جدا أبدا حبيت كيف المجتمع الهرمي اللي موجود ما أمركو ما سووا لي عصابة يكوزا أمريكية بس مجرد أنهم في اليابان لا الدون الثقافة اليابانية نوعا ما بطريقة جيدة على حسب خبرتي وعلى حسب الأشياء اللي أنا شفتها أنا ما أفترض أن أفضل واحد في العالم بس تقبلتها هذا الشيء اللي حبيت فكنت حابب يكمل كده لا تخلي الأبطال حقونا والأشرار حقونا يتكلموا إنجليز إذا ما هم مرتاحين إنه بيخف التنشن بيخف قديش المصداقية في الموضوع في بعض المشاهد كانت حلوة مشاهد أما جاعدين في السيارة هو والصحفي وبيسمع باكستريت بويز مثلا من أجمل الأشياء في اختلاف التقافة بين واحد أمريكي عاشمع باكستريت بويز كيف يشوف واحد والحوار عمالي روحه ييجي يعني اللي هو نظام بيقول له أنت بتسمع باكستريت بويز طب لو بتحبه ما يسمع إنسينك على أساسا هو بيستهي في زوقه بقى أنت ياباني قال له رحش يتملو إنسينك لا ده الراجل بيحب باكستريت بويز على مستوع عميق بالضبط وعلى المناسبة بما أنه مرين على ده ده مش فاكر اسم الشخصية دي بس هي الشخصية اللي أنت بتتكلم عليها اللي كان بيسمع باكستريت بويز أفضل ممثل في المسلسل كله حتى أحسن من أنزل لا أنت ما شفت 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 أنت أنت ما شفت فأنا حابب الجانب ده حابب الجانب ده ومسلسل من أجمل المسلسلات اللي فعلا نزلت للسنة هذي وأرجع أقول هو في مسلسل تاني على أبل تيفي برضو بيتكلم على شرق آسيا على اليابان وكوريا تكلمني عليه الحصاب اللي فات ما سأعيد مرتين يسمو باتشينكو بس أجيب النقطة مع الطفش اللي جاينا من إنتاجات أمريكا أظن هذا هو السبب أنه الآن نعيش في ثورة الأعمال الكورية الكورية ولا على الأنمي الياباني من الطفش والتكرار الغباء النصوص اللي بتتكرر معنا في الغرب رايحين للشرك باتشينكو توكيو فيس من أجمل الأعمال اللي شفتهم هذه السنة من أجمل الأعمال اللي شفتهم عندي مشكلية كمان صغيرة مع توكيو فيس ومرتبطة شوية مع عمل آخر كنت شفته من فترة سيارة المسلسل مبني على مذكرات الرجل ده الشخصية دي اللي هو جيك لو أنا فكر اسمه صح ومنصب نفسه من خلال الناراتف كأنه خضمه غابرة مفيش بني آدم تنف على وجه الأرض خض زيها بالإضافة مع الوضع في الاعتبار أنا أسف أنه هو المرجع الوحيد للحدود اللي هو حكاها دي لأنه برضو في بعض الأسوات اللي طلعها بتقول الحكاية دي مش حقيقية وبعض الناس اللي في اليابان بتقولك التكسيد ده ما حصلش واللي هو قاله ده ما حصلش بنفس الطريقة اللي هو قالها والكلام ده أنا مش قصدي أشكك في اللي هو حكاها بس هو فعلا وضع نفسه في مركز عدد كتير من الإنجازات الأسطورية في أربع حلقات بس تتنافى شوية مع المنطق فكرني شوية بفيلم ده تندر بار اللي كان مفروض أنه هو بيطرح بن أفلك على أنه يكون يكسب الأوسكار لأفضل ممثل مسند في الآخر تم تخطيه تماما برضو كانت نفس الفكرة أنه كان قايم على المذكرات بطل الفيلم اللي هو برضو مؤلف الفيلم عن المغامرات بتاعته وبيحكي قصة خاله اللي رباه اللي خلاه يصل اللي هو أصل له وصلت لإيه بالظبط أنا مش فاهم يعني نحن مش بنتفرق على قصة حياتنا نجيب محفوظ يعني تمجرد كاتب أول مرة نسمع عنه كان من جول بتاع ده حتى المجتمع الأمريكي لما جيت أقرأ ما يعرفوش الاتنين ما هماش حاجة كبيرة قوي عندهم يعني فالحاجات اللي مكتوبة عن مذكرات شخص هو بطل العمل وهو الكاتب بتاعه بقرب لها بشوية حرص كده بتحس أن أنا ماسك خشباية بهزها الأول قبل ما أخذ غدس جوه الأحباب أزيدك من الشعر بيت يعني هي نقطة واحدة لو تعديتوها يا جماعة هتتفرجوا تنبسطوا إذا ما عديتوها أنا ما أنا بعديها لما ضد بس لأن الجو العام ما عاجبني حق المسلسل المجتمع الياباني بحكم عملي كثير مع شركات يابانية لفترات متفاوتة زرتهم ورحت وتعايشت معهم من أكثر شعوب الأرض صعوبة في التعامل عندهم حرص ولا تخون هذه ألف تمام منغلقين على ثقافتهم منغلقين على شعبهم على مجتمعهم بشكل كبير جدا الكلمة لا تطلع من أحد إلا يأخذ موافقات كل الناس اللي فوقهم هذا جزء من التقافة العمل جوة اليابان وليس القصة دي تحديدا ككل فإنك تجيب لي أفراد عصابة زي الياكوزة تثق ثقة سريعة في مجرم أو إنه شرطة داخل منظومة في اليابان تثق بواحد أجنبي هذا بالنسبة لي كان أمر غريب عارف مين أكتر واحد دوره بالنسبة لي كان صادق مية في المية رئيسه في العمل اللي مو طايقه هذا التصرف الياباني السليمي اللي حيصير مع أي واحد أجنبي يجي على أقل من والمشرفة بتاعته المشرفة بتاعته انتقلت في شعورها تدريجية تغيرت بالزبط أيوة مش على طول بالزبط فكيف تجيب لي في نفس الوقت الناس اللي معاه في العمل وهو معاهم شغال ومر بكل الانترفيوز وبكل الاختبارات اللي موجودة والممكنة الليين يوصلوا ويحصلوا على وظيفة وبس مجرد موظف عندهم ما وثقوا فيه الثقة الكبيرة انك لأول حلقة على طول يكون له مدخل وببساطة كده يوقف عند المحل الشرطي ويكلم الشرطي ويش يجيب لك وأأكلك ومدري ايه لا لا هذا ليس جزء من الثقافة اليابانية أبدا اللي ما يعرفت شي ده من الثقافة اليابانية أو على الأقل عداها هيستمتع اللي ما حيعدي ما حيكمل لابن بعد الحلقة الأولى بس انت حسيت بالتفاوتنا بين الحلقة الأولى وبقيت المسلسل صح الحلقة الأولى التانية أنا على التالتة بغيت أني أنا ما أكمل خلاص إلين ما نفاكر مين في التايم لاين عندي كتب أنه في تصاعد جميل فرجعت نحن في فترة آخر رمضان دي الوقت طويل وطفشانين بقى شوف أي حاجة في الدنيا فكملت لا فعلا الرابعة الخامسة بدأ يتصاعد وبدأت تتشعبك الأمور بطريقة جميلة وبدأت أشوف إحنا ممكن رايحين فين مو كلها على الولد دا الموضوع أكبر من الصحفي دا الموضوع فيه حاجة هو الصحفي دا دليل يورينا عالم العصابات اللي مستمر بينهم أشياء بس مش هو القصة إنه بس هذا يطلع بطل هي في البداية كان كده باينة بعدين لأ بنشوف أشياء كتير بتصير موراء الكواليس نرشحه طبعا للناس أنا أرشحه للناس راح أتحل مسلسل حل تمانية حلاجات الموسم الأول بس هذا من نوعية المسلسلات إذا ما نهيته في الموسم الثاني حيخرب هو في كلام رسمي عن موسم الثاني ما عرف ما عرف إلى الآن ما أدل هو خلص الموسم بس ما خلصت القصة فلازم هيكمل بس هذا من النوع إذا ما خلص الموسم الثاني أنسى طيب يفضل حاجة واحدة بس أنا وإنت هذا يذكرني بسرعة لكي لا أريد الكلام أخرى هذا يذكرني بأوزارك الموسم الأول كان عظيم الموسم الثاني كان لابد مشكلة الثالث كان رهيب جدا الرابع بيين لي لأي درجة أن الموسمين الثاني والثالث كيف يكونوا موجودين لأن النهاية كسولة خجولة عادية المسلسل كان عنده فرصة يكون عظيم تمام والشر والشي أنهم ما خلصوا من بعد الموسم الأول والثاني راحوا وفتحوا جبهات كثير تكفيلها كان مالو حل آخر وإنك تطول بمواسم ثانية وبرضو ما كان لها ما كان الحل فالنهاية كانت نهاية عادية خجولة وكسولة فهذه المشكلة لأن الناس تحلب في قصة غير قابلة للحل حتى لو طلع منها مواسم حلوة لكن المواسم حلوة لأنك فتحت جبهات ودت غموض أكتر عادي تجيب درجات عالية دايماً الغموض وتفتيت لحل جبهات الدرجات الصعبة في التكفيل ما جفى الصحب وده يذكرنا دايماً ما أحب أن أسميه أشرف قرار خده صنع مسلسل في المستقبل القريب وهو ديمان لندلوف عن مسلسل واتشمند لما جيه بعد الموسم الأولاني وكل الناس كانت مستعدة تديره اللي هو عاوزه عشان يخش في الموسم التاني وهو يقول له مش هعمل الغلطة دي تاني لما يحصل إيه أنا حكايته مع المسلسل ده خلصت ومليش دعوة خلاص صعب صعب إن أمام الإغراءات دي كلها تصمد وتقول ما عنديش ده صعب قوي صح 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 يلا تمام اللي يفضل بعد كده من الأعمال اللي أنا وإنتا شفناها مسلسل مش ناس كتير تعرفه مش ناس كتير متابعه مش ناس كتير بتحبه سأنا بحبه جدا عشان بحب بطله جدا بحب الكاست بتاعه جدا بحب الكنين اللي فيه جدا وبحب إن بطله مبدع قوي ومخرج قوي وكاتب قوي وهو مسلسل باري اللي رجع في الموسم الثالث بتاعه بحلقتين عل على نفسه أنا مبسطت جدا 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 بالحلقتين أنت باطك يعني إيش أقول لك في ناس كتير ما تفهم المفهوم الكوميديا السوداء بشكل جيد أظن لتفرج على باري هيعرف إيش يعني دارك كوميدي إيش يعني كوميديا السوداء إيش يعني الكوميديا الحديثة اللي ما يبغى لها أحد يصفق في الخلفية اللي ما يبغى لها عباطة على الشاشة عشان تضحكني ولا تطيح من كل حاجة لأ أحداث عبط استعباط ألف شخصيات حقيقية من جانب معين وبتناقش مواضيع جدا جدا صعبة بس في سياق لا يصدقه عاقل يعني المعادلة مرة صعبة هنا بس المواضيع اللي بيطرحوها جدا جدا رائعة باري وأجمل مسلسل كوميدي مستمر أو دار كوميدي مستمر هو وأتلانتا وممكن هو وأتلانتا بس في واحد طاح مستوى شوية اسمه ومس مزرابل ممس مستمراج اسمها دمارفل اسم ميزل يس على أمر زون خد جواز كتير رائع 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 بس بيتفاوت في القوة ولمهو ماهو دار كوميدي هو كوميدي بس برضو كوميدي الجديدة برس برضو كوميدي الجديدة هدول الثلاثة الأعمال اللي دائما نفتكرهم مع بعض لأن أنا بالنسبة لي هو مفهوم إنك تعمل كوميديا اليوم كيف ممكن تعمل كوميديا اليوم وهذا الشي اللي أتمنى صناعة المحتوى السعودي عندنا يبدأوا يشوفوه كوميديا دائما هتكون مكملة وهي أسهل شي ممكن تقدموا لأنه مو لازم تعمل شي سيريا سوى الناس داخدوا بس برضو ممكن تخرج من الافهات الزيادة عن اللزوم مو لازم في كل حاجة وفي مزح وضحك ممكن تقدم رصة حلوة رصة تكون رهيبة ماشي مالش شكرا أكد غسامة عاوز حاجة وقت ما زال مكسوف سلمنا عليه إنت كيف باري إنت ماشي تباري من البداية معايا أظن لا 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 أنا شفت باري السنة اللي فاتت أنا كنت سمعت كتير عن الأمور الإيجابية اللي في باري وفي أتلانتا وقريت البريمس بتاعهم محبته جدا علشان كده رحض شفتهم شفت أتلانتا لأن أتلانتا الموسم السابقة بتاعته كلها موجودة على الناتفليكس وللأسف الموسم الجديد مش موجود في أي حتة فأنا مش عارف أتفرج عليه باري لقيته على أوسان والموسم الجديد بتاعه نزع على أوسان بشكل مباشر فأنا ارتبطت جدا بالقصة بتاعته لما تفرجت عليها وباري زي ما ماهر وصفه كده بالضبط مع إضافة حاجة أنا بحبها جدا وارتبطت بيها يمكن أكتر من خلال مسلسل بريكينج باد بالتحديد لأن بريكينج باد وبتر كول سول اللي للأسف أنا برضو مش عارف أتفرج عليه لكن دايما الصامع بيغششك إنه بيبني الحاجة أعلى كمان يعني إن هو ابتدى بلدب فجأة كده وإنت ماشي كأنك ماشي في الصحر وبعدين فجأة في زي تل صغيرة بتدت تطلع عليها وراجل ده بيحضرني لإيه بيحضرني الحلقة أسطورية ده اللي كان بيحصل في بريكينج باد ده اللي بيحصل في متر كول سول وده اللي بيحصل في باري باري على الموسم الأول وموسم التاني بنا 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 وبعد كده قدم حلقة تقعد فاكرها ما تطلعش من زاكرتك مهما حصل وده أنا حسه دلوقتي في الموسم ده بالبلدب اللي عمال يحصل من جميع الأطراف بتاعتنا ووصول باري لأكتر شكل مجنون لأن الشخصية بتاعته شخصية مضطربة على مستوى معقد جدا من الاضطراب قال عنيف قدمه قال قتل قال مدمر قال حقير في نفس الوقت رغم ما اعترافه الدائم وتأكيده الدائم على أنه شخصية كويسة وعاوز يبقى كويس باري دوت هو الشيطان كما يجب أن يكون حق ربنا يعني ودلوقتي هو في أقصى درجات الجنان في أقصى درجات الجنان اللي يحب بيل هيدر يا جماعة ونا بحب بيل هيدر من أيام أسانال وأرجع وأؤكد أن هما بيقولوا أن أسانال تراجع مع خروج عدد كبير من الممثلين أنا مش موافق على الكلام دوت أسانال تراجع مع خروج بيل هيدر فقط أنك تتكلم على أندي سامبرج ولا كريستن ويج ولا معرفش مين ده على عيني وعلى رأسي بس بيل هيدر هو اللي عمل الدروب وأنا بحبه بحبه حتى من أدوار الصغيرة اللي كان بيعملها في أفلام وكلام زي ده والمسلسل ده وتميدينه مساحة أنه هو يبين إبداعه على جميع الأصعيدة الصعيد الكتاب وصعيد الإخراج وصعيد التكسيد لا أنا حبيت المسلسل جدا ومبسوط أنه من الحاجات اللي أنا بتتابعها دلوقتي ومش كتير مسلسلات وصلت للموسم الثالث وفي أول حلقتين على هذه الدرجة من القوم أنا الحلقة الثانية تحديدا من الموسم الثالث يعني كانت رائعة بكل مشهد يعني مشهد الأخير لما كان جالسه والمدرس تبعه والمعلم حقه ده من الكاميرا أصلا كيف كانت محطوطة أصلا يعني آيقونية المشهد كان آيقوني بالنسبة لي كيف الكاميرا كانت جاي وجهه كان عريض كده بسيادة هو بيعترف له يعني بحاجة قالت مرة حلوة وحابب إنه بدنا نخش في باري العنيف أكتر يعني كان هو دايما في الموسم اللي فاتت هادئ أكتر من إنه عنيف بنشوفه عنيف بس في اللحظات اللي لازم بأنفقر مرة واحدة وبعد برقعة تانية المرة دي مش كده بالضبط المرة دي لأ يعني حتى لما راح زار صحبته وكيف أتكلم معاها بده الطريقة أنا إلى الآن ماني بتخيل هي كيف عدت الموضوع هذه يعني لأن تريخها كله لي علاقة بالأبيوز والعنف والأمور دي يسأل أي أي فهنا العبقرية هنا العبقرية في الدمج بين الشخصيات وكيف بنوها من أول المشهد دا لو جاء من البدري كان كما لقينانه مخرج زي ما قلت الآن لكن لأنه عارفين عنها كثير بالداد في اللقطة اللي اتكلمت عليه والمشهد اللي طلعت معاه بتمثلوا على المسرح مدرئة فلأ يعني ولن يعطي أكبر من لن ثجل على الناس لا يروح يتوقعش اقترى جمعه وحلقاته كلها تلاتين دجيجة كما يجب أن يكون كما يجب أن كل المسلسلة المسلسلات أن تكون توكيو فيس بن المفترية دا في حلقات بتعدي ساعة دا ضد ميزق الأمم المتحدة طيب إيش عندنا غيره بما أننا أشارنا سريعا لبيت الكلسول إذا تفرج لبيت الكلسول ولا طبعا فعلا مش جاية عندنا على حاجة متحرقش يا الله يا الله أنا مرة أنا مرة يعني أنا بالنسبة لي من زمان من زمان ما أعمل التقوس حق المسلسلات يعني أملتها مع الأنمي مدرئين مؤخرا بس من زمان ما جان التقوس اللي أفضي نفسي وأتأكد أنه أنا رائق وفايق وأشغل كده والسماعات محطوطة وما أكلم أحد دا الأربع حلقات حق بتر كول سول عظمة عظمة رهيبة 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 جدا وبديت تحس أنه ها هو بيقفل هو حيقفل وخلاص هنا ممكن الشبكة مع بريكن بات ها هذا اللي هين المستوى خلاص أنا أسف أن أسأل لا لا ما في حرك يعني طبيعي موسم السادس عبدو مشابتناش مع بريكن بات وأنا تلميز بس خلاص الموسم السادس طيب خلاص أوكي الموسم الله خير هو حل بس عموما يعني الموسم أنا بالنسبة لي يمكن عشان نفسلك السؤال دا طيب إيش أكثر شيء يهمك في دا الموسم أنا أمكن قلتها في مكان ما قبل كده إيش أكثر شيء يهمك في الموسم السادس الآن كمتابع للمواسم اللي فاتت وكمتابع لبريكن بات إيش أكثر شيء تدور عليه في الموسم السادس الشخصيات التي لن تستكمل هيفصلها إزاي حل تمام هذا واحد وإيش كمان الحقيقة لا ما فيش أي حاجة تأنيا بعد كده غير كده أنا بسلم نفسي الفينس جيلجن وهو سايق ومعني ليش مشكلة أنا أنا جاي تقريبا عني ثلاثة أشياء رئيسية واحد كل الشخصيات الثانوية الثانوية اللي ما كانت معانا عالم بريكن بات إيش اللي حيسوه فيه تمام أسهل حل تموت تمام أنا أنا أعيد مرعوب من كده أيوة في شخصيات موتها طبيعي وعادي بس في شخصيات لو ماتت غير منطقي لأنه بالذات كيم ويكسلر تمام بالنسبة لي شخصيات كيم أفضل شخصيات نسائية من فترة طويلة على الشاشة هي وغيرها يعني حاليا علاقتها بجيمي شفنا قد إيه علاقة وطيدة وطويلة جدا وتأثر معايا يعني لو ماتت آدم إيديه حيصير سوداوي حيتنكت حيرجع لكل اللي كان عليه ما حيكمل بسول اللي شفنا طلوعه في الموسم الخامس والرابع والخامس والآن فضم يكمل معانا بالسادس بكيف أنه ألعبان وخش في المجرمين وكل الكلام ده ما حيكمل بالروح دي اللي دخل معانا فيها ايه وكمل زي ما هو في الموسم حق بريكينج باد طيب لو ما ماتت هختفت ما حيقولها حيكون مرة أمر غريب مرة غريب إنه هي دايما كانت موجودة بس ما شفناها في بريكينج باد غير منطقي أبدا يعني ما هيكون منطقي لو تطلع كانت نوجودة وشوفناها ومخدناش بالنها كيف إيش هاي دي الأسفل ما عرفش بس نيفسي عمل كده حق جنن لو عمل كده فده السؤال ده السؤال الثاني اللي أنا إيه مستني إجابته مرة بالذات إنه لو ترجح تشوف كل المشاهد اللي هي المفروض بتدل على على سؤال مستقبلا أو جيمة مستقبلا اللي هي بالأسود والأبيض ما كانت فيه هي هو طول وقت وقاعد شغال في المحل حق الكافي وكيف إنه هو مدير في المكان وكيف كان خايف اللي هي ما جاءت اللحظة وما ساق كل الحاجة دي فضرضو ما كانت موجودة طب هي فين فين فده كله تمام فهذا بالنسبة لي أول شيء اللي هو الشخصيات اللي مكملة فن حتكمل الشيء الثاني الشخصيات اللي مكملة في عالم Breaking Bad وعلاقتها بجيمة الآن كيف حتكمل شفنا إنه هو كان بيدافع على السلامانكا السلامانكا كانوا ضد فرنك تمام حق الشخصيات الشخصية دي طب كيف كيف حيكون أوكي مع جيمة فكيف حتربط الاثنين دول مع بعض ومايك نفس الشيء كيف حيتربط يعني حلوة أريد أن يكون مرة حلوة محكوم كيف جاي كيف سيستغل كل الحاجات هذه الثانية الشيء الثالث التصريح الذي قاله أنه سيطلعوا معنا وولتر وايت وبينكمان أتمنى أنها اشتغالها طلوعهم ما لأي معنى طلوعهم ما لأي معنى أنا برضو مستخدم وأنا صراحة اللي خايف منه ليش أنا لما شفت الفيلم حق الكمينو حق بينكمان مجرد أنه كان دب شوية وخدود عنده فصل الناس شوية بس أنا تقبل طب صراحة أنا ما يعني مش حنحل بالواقع يعني هو ابن اللازينة جيسي بليمنز دوت ده مش من الدولين دول بس عماد ابن اللازينة دلوقتي بيطلع في فيلمين ورا بعد شكله فيهم بيطغير 180 درجة مو بس هو حتى بينكمان حتى جيسي بينكمان برضو كان نختلف ما بين الفيلم وما بين المسلسل يعني لو بغيروحك فيها حتى سول شكله أكبر في السن من المسلسل يعني بحكم السن فعنا ضروري أن نتخلص من الأمور دي بس فيه أشياء حاجات غصبا عني بأفكر فيها وإن يجي الدور المخرج أنه يفكر لا تزيدها لا تخليها واضحة بزيادة حاول تخليني أنسى الأمور هذي فدي تلاتة الحاجات اللي صراحة أنا منتظرها من الموسم هذا طيب بما أننا تكلمنا عن المسلسل اللي أنت بتشوفه اللي أنا محروم منه نخش على المسلسل الآخر برضو اللي على قد ما أنا فاهم هو خلص بالفعل وإنت شفته وأنا محروم منه برضو عشان أنت غني جدا وأنا فقير ما هيش فلوس اللي هو اللي هو لا أنا حايز أركز شوية في حتة أن أنت غني وأنا فقير ده اللي هو مون نايت أنا مش حسألك على رأيك في مون نايت أنا حسألك أنت هتعمل ريفيول مون نايت شكرا بحكم أنه دكتور استرانج ما كان في وحنتكلم على هذا الموضوع وما حنتكلم О Gerardi ونعم أنتكلم عن هذا الموضوع بعد أن نشوف هنمسح أي من هذا الموضوع في الشث أننا أنا دكتور استرانج كان مفروض يأخذ الويكانت يعني وكنت مجيد طيب هتفرج على دكتور استرانج يتنزل الحلقة أنا ما نزلت حلقة عمس اللي هو يوم الجمعة ولا اليوم ما نزلت حلقة اللي هو يوم السبت 6 From May كيف أصور مون نايت؟ لقيت ما هذا، عندي كلام مرة كثيرة وفي نفس الوقت التي قلت حاجة على الأعمال المصرية أنا حاسس أنها سايرة الآن في أعمال مارفل الذوق العام مع الناس مسلسلات مارفل سترقون مسلسلات مارفل في بعض والتي بالنسبة لي كلها متواضعة يمكن لك يمكن لك شوية حبة قداني حاجة بالنسبة لي أنا حاولا يمكن واندفجن مش حاول حتى يمكن لك ممكن، نختلف نتفق بس المسلسلات كلها متواضعة فإنه يجي مسلسل، هذا المقياس حقك من البداية فإنت أول هذا أول ناقوص خطر يعني يفوض أنه أنت عالم مارفل وعندك حاجة أكبر الشيء الثاني اللي أنا خايف منه أنه المخرج عربي ومصري وشايف فيه تحيز لهذا الموضوع بشكل كبير جدا أنا قبل يومين محمد دياب كان كاتب في تويتر ما حبيته أنه يكتب التويتر هادي بس هو طبعا مخرج كبير ومبروك له العمل يعني أنه نزلوا كده بس يعني كاتب أنه أنا بنتي عندي بنت صغيرة طول عمرها كانت تمشت شعرها استنادا أن كل الموديلز اللي قدامها وكل الأشياء الرول والقدوة اللي موجودة قدامها أنه دائماً يطلعوا بطلات أمريكيين مثلاً أو بيضة أو خواجات أو عيونهم خضرة أو 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 من ذلك كله وأنه أخيراً قدروا نطلع بطلة مصرية لأنه في العمل بتطلع معنا شخصية ما فيها شيء والله ما فيها شيء ما فيها شيء المهم أنا في العمل كله النقطة اللي وقفت فيها وسويت كانت النقطة ومعليها محمود لازم واللي ما شاف المسلسل يوقف هنا وأنا لازم أقول لك يا محمود أعتبرها حركة أنا لازم أتكلم أنت فتحت الراب في المشهد ده جات البندي قامت وهي بتسوي حاجة بنت طلت فيها قلت لها أنت مصرية؟ نحن كنا في خطر وكان في حرب وكان في ناس بتخايفة وطايرة وأنه وسده كله تجيب لبنت صغيرة تطلب وتقول لها اكسبوزيشن ألف يعني يعني بطريقة لا تتخيلها يعني حشر ألف تمام؟ مشيت وقلت يا عمي خلاص فرصة لقاها للبنات يأخذوا قدوة مدرئين مسلسل برضو بس رجعت أفتكرت المسلسل ده لا يصلح أبداً للأطفال ما هو مسلسل للأطفال صراحة لا أرى أنه أنه طفلة في عمر تستنى تشوف بطل حتشوف المسلسل ده أنا من وجهة نظري أشوفه إذا مرة نزلنا في العمر مرة 13 أو 14 سنة يعني وهم مستوى عمري إدراكي أكبر من أنك تدي له رسالة مباشرة بالطريقة دي هذا واحد اثنين راح محمد دياب كاتب تويتر ومنزلها زي ما قلت لك أنه أنا طول عمري بسمع بشوف بنتي شعرها ملولو وتبتتسرح شعرها وتخليه يعني ناعم وكده والآن جاتني فرصة أن أقدم بطلة شعرها كيرلي يعني عم يعني هل هذه المعايير حقتنا اللي نستنى نسويها اليوم في الأفلام فأنا أخذتها من باب يمكن أنا نظرتي غلط فروحت سألت الناس حطيت كات تويت قلت أول شي مبروك للمخرج دياب على العمل عمل عالمي شاء من شاء وأبى من أبى وإن شاء الله تكون فرصة لكل المخرجين وفانين العرب نمجيهم فرص أكبر في هوليد والله يعظيم إن أنا قاصد كل كلمة من دي الكلمة قلت أرسالت الناس قلت ألم يا جماعة هل يفرق معاك حالياً أو إنت صغير إنه البطل اللي بتشوفه قدامك على الشاشة شبهك ولا لا إنه السوبر هيرو دا شبهك ولا لا إنه عربي ولا لا إنه شعره أجعد ولا لا يعني قولوا لي بغى أشوف يمكن أنا أنا واحد في مليون شخص وهو بيكلم عامة العالم جاءت ردود حلوة يعني أنا مساعدت التويتا لأنه بدأت تجي ردود مو حلوة قاعدت أقرر طفشان أنا في العيد دائماً أكون وقت لأقعد فيه سوشال ميديا كثير فقاعد بأقرر ردود كثيراً الناس قالوا ما كنا في رد مرة حلوة قال لي و أنا الصغير أكثر شيء بأنتبه له قوة البطل المهمة اللي بيسويها ما القوة حقته يطير أو يضرب و كنا ننجي أنا دا أو دا من القوة حقته من اللبس اللي بيلبسه أنا أحب اللون الأحمر أنا أحب اللون الأزرق أنا الأشياء هذه عارف فكان في ردود منطقية زي ردودي لأنا ممكن أقولها وأنا الصغير كنت بنتبهها أنا كنت أحب باتمان ولا كنت أحب سبايدر مان ما كنت أتبه شعره أصفر وأنا أخضر ولا أنا بغسير زيه فكتير ردود جات من الطريقة في ردود ثانية يقول لأنا ما أفتكر وأنا صغير ما كنت أطل فيه بس حلو الآن إنه نوري الأطفال دا الشيء عشان يتأثروا هم فيها فهو حكم على حاجة هو ما عاشى فعنا بالنسبة لي رأيك غير مهم بالنسبة لي طالما إنك ما قلت لي تجربتك وانت صغير لأننا احنا شوفنا الأطالة خارقين كلنا احنا صغار وعمري ما مرتبطت من الحاجات بعدين طلع معانا قروب ثالث حبيت الرأي حقهم مرة إنه فترة اللي فاتت حبة حلوين يعني أي إنسان عربي يجيبوه في الأفلام كلها دائما يأتي إرهابي حال إنه مؤخرا بدأنا نشوف إنهم أبطال أو حاجة أنا المدخل دا حبيته صراحة إنه ما هو بطل خارق مجرد إنه شخصية كويسة تمام؟ هذا لو أخذناها من دا المنطلق يعني ممكن أنا أقول أوكي نقطة حلوة بعدين بدأت يجري الدود سخيفة وسامجة يعني على الحاجات دي وحذفتها بس أنا لو أبغى أطول في العمل وأجي أتكلم على موضوع عربي ولا مش عربي هأفتفت وتفتيت إنه ما قدر يسوي في العمل دا من الجانب العربي غير بعض الموسيقى اللي بيحطها في نهاية العمل في نهاية كل حلقة ورهيبة حلوة جميلة مرة حلوة تمام؟ بس بيحطها نهاية العمل ما كانت تجزون من خلفية الموسيقية الخلفية الموسيقية مثلا حقية العمل مثلا هذا واحد اثنين المشاهد عقية العمل كلها هيا آخر حلقة او الاتنين عمل شوية مشاهد باين إنه في منطقة عربية ما أظنوا إنه في مصر أصلا باين إنه ديكور يعني أنه ديكور مثلا أو شيء هذا الشيء الثاني لا البطل عربي وممكن يخلي البطل عربي ها كان ممكن حد كون منطقية أكتر وخلت البطل بكبروا عربي بس بطل ما عربي والمثل رعظيم أو اسكارايزك ممتاز ممكن نتكلم على تمثيله على جنب بس ماهو عربي ولا اي حاجة الاهرام وما الاهرام كلها والحاجات دي اوكي تمام فين اخذ الثقافة الفرعونية واشي ليس الثقافة العربية مان شايف حاجة عربية من دال منطلق ابدا هي شخصية واحدة مع الاسم اللي طالح ودريه وميه نفسه انت بحصل مصر حتول مواطعات وفكبر مع الثقافة المصرية يعني ما عارف انا عن نفسي ما عارف ما اشوف ان فيه ثقافة كبيرة في الفيلم كانت تستوحى اي حاجة من عندنا غير شوية اغاني كانت تنحطه في اخر الشخصية ليها اشارات فرعونية يحسب اليوم في المية مليون في المية دي انك الساعة المفهوض ان انا ازعل انه ليه جبتلي مثل اسباني من اصول اسبانية ولا مكسيكية ولا من فين هو جاي اوسكار رايزك وما جبتلي واحد من اصول عربية او مصرية يا عمي مشاطة عربية عشان محتاج النجم مرة تانية فلا تمسك ممتاز ممتاز فلا تمسك لي في الحتة انك رحت اعمل تلية بطلة و تلية عربية يعني بس ما لا بص انا هقول لك على حاجة عامة شوية يعني انا لغاية الوقت انت مش مقرر اذا كنت تعمل وليش احنا الوحيدين اللي ما يشيلوا هم ان احنا نزعل لان احنا بنفرح بالقليل بنفرح بس انه شغل غنية يسمى عينبا هاية الحلقة صحي كده برافو يا دياب كده برافو يا دياب لا لا هم اصلا هم عملوا الكلام دوت قبل كده يعني هم عدوا الرحلة دي تماما مع الاعراق الاخرى واحنا اخدنا بداية طريق اتصور يعني برضو انا ما شفتش في المسلسل لغاية دلوقتي فمش قادر اتكلم بثقة بس احنا فاكرين كويس قوي عملوا لما عملوا افاتار دا اير بندر وجابوا وعملوا وايت ووشنج لكل الشخصيات تقريبا الدنيا قامت وما قاعدتش لغاية لما وصلنا خلاص انك لو فعلا هتعمل شانج تشي لازم تراهن على ان الجمهور ده اللي هجمك ساعة لما تيجي تبقى مخلص للتقاليد بتاعته حيسندك وقد كان ده اللي حصل معاهم فالمرة دي قدينا بنشوف حدوطة ليها علاقة بتلمس مع الثقافة المصرية ما فيهاش يعني هو ما قالش في اي مرحلة من المراحل اللي انضبط المصري وهو عملوا وايت ووشنج هو جابه اجنبي بالكامل واحنا فرح نبدو انبسطنا بده لو حد بيقول ان دي بداية الطريق فحنا فعلا بداية الطريق بس اللي انت بتقوله صح فيما هو تالي ان مش بعد كده دايما الشخصية العربية تبقى شخصية هندية وباكستانية زي ما هما بيعملوا احنا الغايد دلوقتي لما بيعملوا اي شخصية عربية بيجيبوها هندي او باكستاني الممثل وارجع افكر الناس بحاجة عشان لا اكون متناقض ودائما نقول الكلام انا اخر حاجة انتبه لها انت جبت Linds ايه اي القصة في الاساس بعدين هذه مكملات كل امانة والله يتوم ان تقولوا علي لي ما ينفعش ان انت لو اخدين الابروتش يومة يماهر لا لا بس اخد خد مني خد مني خد مني خد مني انا كشخص ما يفرك معاى بس طالد ما انت لعبت اللعبة دي العبها صح انت اللي لعبت انا ما لعبت انا ما طالبت انك تلعبها انا يا عمري ما قلتلك سويلي ولا اعمللي واذا عملت ما اكتكلم بس طالد ما انت تلعب اللعبة دي وصار هو المستوى العالمي اللي بنتكلم عليه واللانجوج العالمي اللي بنتكلم عليه وصار فيه جمهور ممكن يهاجمني ولا يهاجم أحد ما عجبوا العمل عشان مخرج مصري اللي سواه عشان تقافة مصرية اللي عملها لا معناها احنا بنمسك العصايا في المكان الغلط تماما انا مفروض اطالق بكل شيء اشخصية من الكوميك بوكس مش مصري ليه يجد الواقع يقلبها مصري خد مني لانه الكوميك بوكس لما بدأت ما كان فيه قانون ده الدول العالمي اللي صعب بس انت بتقرب بشانك شي وشانك شي شخصية في الكوميك بوكس سيني شانك شي يغيروا الشرير حق الجصة عشان لا يعملوا مشكلة مع الشعب الصيني وفرقتش في حاجة كده لا 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 مين ما نعرض نعرض في الصين شانك شي ما تعرضش عشان المخرج فيلم شانك شي ما تعرضش عشان حاجة ليها دعوة بسيمه لو الممثل نفسه كان ليه تصريحات ضد النظام وبتاعه كلام زي ده انا ما افتكر انا ما افتكر ممكن تعمل شك بسرعة نعمل ضبط شك سريع بس انا متذكر كويس ان شانك شي ما تعرضش في الصين بان دي ريس والله طيب ماي نات بي ريليز دين شاينة والجت شاينة بان اوفر الاجد انسل باي سيمولو اه زي ما قلتلك الوادي الممثل لك انا هفلت في الكلام فشلو رغم انه هم يعني على مستوى يعني انبسطوا جدا بالتكسيد بتاع الثقافة والكلام دي حلو يا سلام فهم راعوا الثقافة كاملة لدرجة ان الشرير اللي كان موجود في الشانك شي انا بقولك واعمل عنها بحث بعدين اوفلاين هتلاقي انهم غيروا الشرير من الكوميكس وكل الحاجات دي عملوه بشكل ثاني مغير تماما عشان ما يكون فيه ستريو تايب او صورة نمطية موجودة من ايام الكوميكس اللي معمولة من الستينات والسبعينات والثمانينات وكل الكلام دي فهي نفس الفكرة كممكن تغير اليوم عشان تكسب ما قول عملها عربية لو قولنا الثقافة الفرعونية قبل العرب اصلا ما يطلو من ايامر الأقباط اللي موجودين في مصر وكلام دي كله ممكن تكون عليها شخصية من نفس الريجن ياخي جيب لي احد وصوله مصري لو نلعب لعبتهم بس هذا هو هو معاهرين احنا شغالين بمعايير مختلفة يا راباشا والحلقة اللي فاتت اتكلمنا احنا اليوم المسلسل ده نعرض فيهن في ديزني 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 السلامة موجودة عندك انت لو اعتبروك شي كنأخروا العرض الين ما يصير الاطلاق رسميا عندك وكانت احتفالية بنت لزينا واحتفالية وكله صح ولا لا صح ولا لا طبا ما هم ما يعتبرينك أنا مش مختلف معك في ان احنا الحطة الميلة وان احنا صوتنا واطي وان احنا بنرضى بالقليل بكل تأكيد بس المقارنتين اللي انت عملتهم مش حسنوا ما فحلهم بنسبة ما في المية لان فيهم نقطة المرجعية المرجع بيقول والمرجع بيقول الحاجة بقى اللي انا معاك فيها قوي وانا كمان مرة بحكم من كلامك ومن كلام الناس لان انا ما شفتش المسلسل صنعنا خدوا على السوشال ميديا اكتر من اللازم بيتويتوا كتير قوي وبيطلعوا لايف كتير قوي وبيدخلوا في ردود على الاودينس كتير قوي الناس كتير شايفة ان ده من زاوية اه شيء ايجابي لانه بيقرب الصنع من الجمهور ولكن لما تيجي تشوف الناس ده بتتدخل ازاي وبتتناقش ازاي ما بتتناقش عشان تسأل ما بتتناقش عشان تعرف هي بتناقش عشان تخطب عشان تقدم محاضرات عشان الناس تعمل ردود بتاعتهم وتقول يا سلام علشان ينتصر لوجهة نظره في كل مرة عشان يا ردود الناس اللي بيقولوا ان العمل بتاعه حلو يا جماعة ودخلوه وتفرجو عليه وتصرفوه وعملو كلام زي ده فانا حاسس ان ده تدخل منحاز جدا 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 يقترب مع الفارق على جريمة الانسايد تريدينج بتاعت التجارة انك تبقى عارف انك تبقى مؤثر على السهم بتاعك فتستخدم تأثيرك ده وتحرك السوق واتمنى اتمنى الناس تتعلم قد ايه الموضوع ده وتمضر وقد ايه بيجعل الموضوعية في النقاش او ان الناس يبقى عندها وجهات نظر متضربة ميلة جدا لوجهة النظر اللي انت بتسندها اللي هي في الاغلب وجهة نظر العمل انا وحشتني ايام لما كانت الناس هي اللي بتتكلم مع بعضها وانت كالصانع كنت في اقصى الاحوال بتتطلع وبتتعلم بتاخد النقد بتاخد الايجابي وبتاخد السلبي بتتعلم من اخطائك بتشوف الناس يمكن تلفت نظرك لحاجات انت مش شايفها لكن انتو كلكم ما بقتوش بتقدموا المنتج وتشوفوا ناس هتستهلكوا ازاي انتو نازلين تدوقوه مع الناس وتفرضوا علينا وجهة نظركم فيه واذا رجعنا مرة تانية للقصة الاصلية والمسلسل انا ممكن اختصر بالتالي هذا اضافة جديدة للسلسلة مسلسلات مارفل اللي كان ممكن ببساطة يكون فيلم من ساعتين ساعة ونص يدينا الحتوت البسيطة حقها توقنينهي يعني المسلسل فيه لتو عجن في قصة واحدة وقضية واحدة انقذها بشكل كبير تمثيل الرائع من اوسكار ايزيك القصة ككل مشربك في موضوع واحد بتلف وتعجن فيه ثلاث حلقات الاولى كممكن ندمجها في حلقة واحدة اخر ثلاث حلقات برضو كممكن ندمجها في حلقتين او كنا عملنا فيلم وانتهينا يعني ما كان يحتاج الطول ده كله الجرافيكس تثبت مرة ثانية مارفل انه عندها القوة تستخدمها وقت ما تبغى واغلب الاعمال بالنسبة لها تعطينا حاجات من التسعينات يعني انا الجرافيكس اللي طلعت في مون نايت من اسوأ ما يمكن انك تشوفه شيء يعني جدا جدا سيء يعني مؤثرات بصرية عفى عليها الزمن انك تشوفها في 2022 ايش السبب الله واعلم هل المخرج له دهور اي دون نو هل الميزانية ممكن بس المخرج المنتج النهاي شيء ما ينعرض مع قائمة مارفل وحاجة شبيهة كده ببلاك ويدو زي ما تكلمنا في بلاك ويدو كيف كان السي جي آي جدا سيء حاجة مشابهة للشيء السيء اللي شفناه في بلاك ويدو القصة ككل خرجت ودخلت انا مني مرتبط ابدا بالبطل انا ما مني شايفة الارتباط بشكل واضح وفاضح مع عالم مارفل يمكن مع مسألة الالهة اللي موجودين والالهة دول هم ونفس الالهة اللي ممكن في عالم اترنلز ما اعرف يبغاليني ابحث بس لدرجة دي الفضول عندي كان كان صفر في المية بس شكرا معا مراجعة هذه مراجعة طيب بما اننا لسه في عالم مارفل واحنا لو نعمل في مضوع دوكتور سترينج ذا يا ريس عشانا ما عرفش بصباح اغير البطارية خليك معا نويت غير البطارية يا ريس ماشا ريس دوكتور سترينج والله يا باشا يعني ضربة غريبة في وقت غريب يعني المشكلة انه انا هذا لو كان وقت عادي في السنة كان خلاص كان تلاقيهني الان قد صورت المراجعة ونزلت كنت سافرت لأي مكان شفت الفيلم ورجعت بس جلات في العيد وكان صعب جدا الارتباطات العائلية وكده كان مر الموضوع صعب وده حين خايف انه الهايب حتهدى ايش رايك ندور لنا على مكان ونشوف ندور لنا على مكان ونشوف لنا وقر بص لا انا شايف ان احنا نروح نشوف بس الامتباع ما يبشر عارف الامتباع وده بيخلي الدنيا احلى ده اللي بيخلي الرأي ليه قيمة اكبر بعيدا عن اسطول الاوتوبيسات اللي بيحشد وكله طالع على حتة واحدة ده في اختلاف وجهات النظر في تضارب في قضية درامية وفي قضية سوبر هيروية وفي قضية جدلية عن المنع ومسبباته والامور دي كلها وفي انستولمنت مهم جدا ومرحلة محطة مفصلية في طريقنا مع رحلة عالم مارفل السينمائي وفي حوار انا وانت ممكن نعمله وده احنا بنقول للناس دلوقتي اللي احنا بنحاول نعمله ان انا وماهر نستغل فرصة ان انا تواجد مع بعض في مكان نقدر نشوف فيه الفيلم ونقدر نتكلم عنه احنا الاتنين مع بعض بشكل او باخر فلو انتو عندكم اي اقتراح لدلك ده مش وعد لمجرد مية حنحاول لو عندكم افكار لطريقة التناول او طريقة التغطية ده تيريت تقولون عليها في الكومنتات يمكن نسمع فكرة حلوة نسمع كلامكم فيها ونجو معها لان احنا لسا فتحين البابل ده كمان مرة ده مش وعد لمجرد محاولة ولو هتحصل هتحصل متأخر شوية يعني مش دلوقتي ان شاء الله خلال الشهر ده ولكن متأخر شوية مش اليومين اللي جايين على طول كده انا قلت كل حاجة ولا في حاجة لا خلاص قلت كل حاجة شوفوا بالاخير صراحة انا بالنسبة للفيلم ده بغض النظر عن اي شي انا بتفرج على العالم ده ليسني وللأسف هو كله مرتبط ببعضه ولو كان فيلم مستقل ما كان هيهمني كثير بس مستقبل مارفل انا بالنسبة لكله مرتبط بكيف دكتور سترينج حيستغل الابعاد المختلفة هل حيفتح لي بعد جديد بشخصيات جديدة حيدخل لي شخصيات الاكسمن حيدخل لي شخصيات زي ديت بول مي اش اللي حيصير في عالم مارفل السينمائي مين اللي حيكمل كيف المرحلة الرابعة دي حتكمل لانا لسه قبل فترة منزل في تويتر في رمضان كان مناسبة مرور ثلاث سنوات على اند جيم وقتها طليت واو ثلاث سنوات صح كان في كورونا وكان في الحاجات دي كلها بس ثلاث سنوات فعلا ما كان في فيلم وصل لمرحلة اند جيم يمكن نتكلم على نووي هوم بس يعني نووي هوم يعني محاولة جميلة جدا رائعة جدا لعالم بات سبايدر مان بطريقة حلمة بس ربط اللي هو بفلام قديمة وكله مو بس عالم يعني مارفل نفسه وما اثر على بقية عالم مارفل غير لو فيه دكتور سترينج الآن يبين لنا ايش اللي صار معه فهذا خلي الفيلم أقوء يعني أهم وأهم 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 إلى الآن مرحلة الرابعة بالنسبة لي لمارفل جدا متواضعة لا شانج شي ولا بلاك ويدو ولا اترنلز ما كانوا بقدة توقعات بالنسبة لي المستلسال حقا مارفل تكلمنا عنها قبل شوية هو نووي هوم بس يعني والناس بتقول لك لا يعني اند جيم قعد عشر سنين انك بتبني طيب احنا هذه ثلاث سنوات الآن اذا في اند جيم هيجي بعد سبع سنين من الآن انا مني بتحمس له اصلا من الآن تعالى نقول ان دكتور سترينج بالتحديد زي ما انا قلت مرحلة محطة مفصلية ما هواش مجرد فيلم عادي احنا فاهمين كويس قوي ان فيلم انت مان القادم فيلم عادي فيلم فانتاستيك فور اللي هم مشغالين فيه دو فيلم عادي فيلرز بدايات اللي ستحنطرح ولكن فيه افلام انت بعارف من بدري انها محطات مفصلية زي نوي هوم وزي دكتور سترينج مش باستيعادنا احنا وبقرأنا احنا ولكن بالهايب والبلد اللي مارفل نفسها عملته حواليه فلازم نعرف الكلام ده كان في محل ولا لازم ندوق عجبك ثورة عجبتي تريلر قوي صباح الجنان انا بحب طايكا وتيتي وبحب الجنان اللي هو بيعمله انا شو شو انا الاغاني سلطة لدني اختيار اغاني كر انا الاغاني فشختني انا كل مرة اروح ضرب اغنية من دي وانا بتفرج ادي كوبي رايت كليم اوه يا رئيس راحت الحلقة الله وهي دي المشكلة هذه مشكلة الاعمال اللي تعمل على اغاني معروفة اصلا وكده بسهل تبعها ما مديك تحط التريلر اللي تتصاد فيها بس لأ العمل الواضح انه هيكون ان شاء الله يكون زي تور راجنروك انا بالنسبة لي من افضل عمل كوميدي لمارفيل كلها الوزنية حقا الكوميديا كانت مرة حلوة فأتمنى انه يكون حاجة زي كده بس هل خلاص احنا بنودي على الابطال القدامة حق قونا وبناخد ابطال جدد ما دري شامي مريحة كده انه ثور حيوقف يمكن ثورة هي اللي تكمل الآن اللي هي ناتالي بورتمان هتكمل الآن لو عملوا له وداعية حلوة اي مون بورد التحدي في انهم يبنوا كويس للي جاي ما في احد عندهم يا مان انت مين الجاي لحد الآن مين الجاي هذا اللي مخوفني لا عندهم كابتن امريكا صح اذا كان كابتن امريكا هو فالكون ولا عندهم اي شاسمه ده ايرون مان الى الآن تمام ولا عندهم واذا راح ثور هتجي ثورة تمام ومين كمان دكتور سترينج هيروح يكمل ما عارف هنشوف الفيلم وحنعرف اذا هم بيستغنوا وهذا من حق المثلين لما يبغين عارف طول عمره بنفس الشخصية خلاص شيء لعبته الفترة باخرجة الان اهتم بأدوار تانية اطلع الفلوس ما حدر يكمل اصلا ما حدر اقعد اكون بنفس الفيزيكس عمره كله يعني هيوح جاكمان هو الوحيد اللي قدر هيوح جاكمان من يوم ما صاب الدور بدأ يصير شابه على طول من تاني يوم من تاني يوم طول في دا يوم جاكمان غير خلاص لانه بدأ يسيب الجهد اللياقي اللي كان بيعملوا لمدة عمر طويل جدا فهذا تحدي تاني قدام مارفل احنا حبينا افلام عشان القصص طبعا بس الكاريزمة اللي سووها مع الطاقم الاولاني كانت عظيمة وللأسف الآن الطاقم الجديد اللي اختياراته مبنية على اجندة واضحة يخوف الوضع يعني اللي فضلنا منهم لغاية دلوقتي زي ما انتا قلت ثور لغاية لما نشوف حاملو في ايه دكتور سترينج لغاية لما نشوف حاملو في ايه سبايدر مان هالك انا معرفش هو قاعد على الخط ناوي ينزل ولا مش ناوي ينزل هما دول اللي عليهم الامل لا قوي واح يلا نشوف اموما دكتور سترينج عشان الناس بتسأل عنه ما عملنا مراجعة ببساطة الفيلم من عرض لا في مصر ولا في السعودية اتوقع كمان نزلوا شواء المغرب العربي اظن كمان نزل فيه بس المنطقة حوالينا الفيلم بتشال في العيد يا باشا اروح الى بعضه اللي بعضه اللي بعضه اللي بعضه بقى حاجات احنا ما شفناهاش مع بعضينا ولكن قبل ما نروح للحاجات دي تعالى نتحدث عن محاكمة القرن بكل بكل معاني كلمة قرن رهيب وحاكمة زوني دكو امبر هيرد انت قلت ان انت كان عندك وقت كتير وقاطع على السوشال ميديا فانت درست الموضوع درست الحالة القانونية بتاعت القضية ديت من جميع الجهات انا اهم قاعد شغال لايف ستريم كل يوم انا احب افلام احب قصص المحاماة جدا يعني انا اعجب من اكتر المسلسلات اللي انصح فيها دايما وما هو مشهور لدي الدرجة هو مسلسل دا جود وايف لانه اسمه غبي الاسم دا جود وايف الزوجة الطيبة ايش هو فيلم الخيانات وحب ومحبوب لا هو في البداية اول موسم انه دي الادمية متزوجة من واحد دبلوماسي واكتشفه في الخيانة فوقفت مع زوجة على رغم انه هو خانها بس بعدين بتكمل معها كيف انها ترجع يصير لها حياة وتصير محامية وستة مواسم يا معلم ولا سبعة ناس صراحة من اجمل ما يكون كلها قصد على المحاماة ومرافعات واجمل ما يكون فيه ناس هتقول لي سوتس هقول لهم معليش اجمل من سوتس فيه ناس هتقول لي how to get away with murder بالنسبة لي هو احلى منه هو افضل مسلسل عن المحامة نخرج من ده فانا انا ما اجيب لي حاجة على المحاميين والله حاسس ان انا فاهم انه بيقول objection over rules here say حاسس ان انا معهم كده وقعد اشجع اشجع الفرق وده فكانت يعني لان انا عارف القضية اشرح لنا حاجة الاول هو اش معنى المحاكمة دي بالتحديد اللي تليفايزد لهذه الدرجة انا صراحة ما اعرف انا ما ادري ليش هي اللي تليفايزد بس اللي اعرفه انه حتى الامريكان نفسهم بيسألوا نفس السؤال شفت مقطع مع جو روغن اي تينك بيتكلم مع احد الناس بيقول انا اخر مرة حضرت فيها محاكمة لايف كانت حاجة الودة حاجة الكورة حاجة ومش اسمه او جي سيمسون فهذا قداني معلومة انه يمكن ده شي يمكن سار للمحاكمة دي او يمكن هادي اول مرة محاكمة تنشر ولها اهتمام من الجمهور يمكن يداما في محاكمات بس دي اول مرة يكون لها اهتمام عالي من الجمهور الخارجي الله اعلم بس قدتنا فرصة انه نشوف غير يعني موضوع المحاواة وده كله ناخد نظر اقرب على القضية نفسها يعني كلام غريب اللي بينقال صراحة في البداية انت واقف مع صف مين للان انا مش واخد صف حد على التاني انا متخيل زي اي حلق انسانية في الدنيا وعلى رأي الفنان محمود عبدالعزيز الله يرحمه لما قالوا له ايه رأيك في دا يا شيخ حسني قال لهم عالم وسخ فهما كلهم عالم وسخ وانا مش واخد صف على حساب التاني بس قدر اقول لك ان حتى لما اتفرج على مطش لفرقتين ما بشجعش حد فيهم هقدر اللعبة الحلوة وانا احساسي من اللي شفته انا ما اتفرجتش زي ما انت اتفرجت مش كل المحاكمات ومش كل البتاع شفت كليبات كتير وشفت القطات كتير وشفت فيديوهات مطولة وشفت حاجات زي كده انا اتصور ان جوني ده بيقدم واحد من اعظم البرفورمانسز بتاعته في التاريخ الراجل مش بس دخل في قضية كل اقرانه لما دخلوها قضت على مستقبلهم يعني اي واحد في الدنيا يخش فيه الراجل ده دخل ممثل بيانهار خرج ممثل مطلوب الراجل عمل بيرفورمانس هايلا عارف يجزب الناس عارف يبيع وجهة نظره ما اوفر اكتش في كتير من المواقف بتاعته ومع ذلك اظهر كتير من امكانياته في الردود السريعة والردود الزكية والتعبيرات اللي بتوضح وجهة نظره في اللي بيتقال حتى لو ما كانش بيتكلم وبيقول حاجة حقيقة الراجل ده الناس كلها بتخش القضية اللي تخسر ده الوحيد اللي دخل كسب حتى من قبل ما نعرف مين اللي كسب ومين اللي خسر شوف انا اول حاجة انا ما تابع طبعا كل المحاكمة لا تحس بان كل المحاكمات شفتها لا في بعض اصراحة شفتها وفي بعض اصراحة شفت مقاطع في اليوتيوب وغيرها بس ملم بالاشياء اللي داخلها انا بالنسبة لي جوني ديب يمكن قلتها اكتر من مرة يعني اخر عشر سنين خمسة عشر سنة احنا ما احنا شايفينه يعني اخر فيلم انا مرة ببسط لجوني ديب كان بايروس في الكاريبيان التالت تتكلم على قبل 2010 تمام فحاجة زيدي يعني كممثل لان انا مرتبط مع ارتباط كبير بس القضية نما نطلع ديكالأيام مع حركة الميتو انا من الناس اللي خلاص يعني حيطير في الرجلين زي الكل مطار وبكل امانة الانطباع الاول اللي ساير عالميا خصوصا من ايام ميتول الان انه لما تطلع سيدة تتكلم غالبا هي الصادقة وانه فعلا كان في كان في ظلم من المجتمع الذكوري داخل هوليود وخلافه بلا 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 وفي قضايا كثير طلعت وبالادلة طبعا وهذا اللي خل فيه انطباع عام انه المرأة دائما على حق اذا طلعت واحدة من هوليود تتكلم ان الرجل الاصل صرصار بالضبط يعني احنا متعاملين مع هذا الموضوع بس اللي اللي خل الصورة تتغير مع جوني ديب انه شفت نما جاء قرار سحب ديزني من بايرسو في البداية ما كان في شي الناس كلها كانت دوب وطلع الموضوع فكلهم مع أمبر هيرد عادي بعدين بدأ قبل القضية دي في الفرنة 19 افاكرها بدأت هاشتاغات بزيادة من ترو فانز الناس اللي حبوا بايرسو في كاريبين الناس اللي حبوا جوني ديب الناس اللي الصوت العقل نوعا ما اللي موجود برا وبيجيب التاريخ الأسود حق أمبر هيرد تمام والتاريخ الممتاز جدا اللي جوني ديب مع كل علاقاته السابقة سواء اللي متزوج منها ولا كانت علاقات اللي هي بوايفرند وغيرفرند والكلام ده كله هي الوسخة زي انت ما بتقول يعني في العالم دي كيف كلها عايشة المهم فبدأ يصير عندي فضول انه او هل دامنا الناس المظلومة مثلا اللي طاحت في رجلين انه في ناس كتير تم تبرئتهم بعدين من اعمال بس برضو راحت عليها بعد ما تكنسلوا فالآنه مبسوط بعد ما تكنسلوا فالآنه مبسوط منه اليوم آم العاقل يتكلم انت قلت حتى بسرعة بس نرجع لها عقليا جوني ديب ما جاله الكنسلات إلا هو أصلا متكنسل من الناس لانه أدواره كلها سيئة إلين ما جاء موضوع الكنسلات يعني ما جاء في الهايب ولا مو زي كيفين سبيسي مثلا على آخر موسم من هاوس أوف كارتز خليت يروح من أقوى المسلسلات اللي عدي وطلعت لي الخبور ده وخرج من المسلسل لا مسلسل ممثل قيده خلاص قائم على تاريخ فقط ما عنده أي حاجة موجودة في الحاضر فخلاص يعني كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير على قولهم يعني حتى لو لوجه مهور ما هو داك الشيء الكبير والمنتجين أصلا ما كانوا حيروحوا له لأي سبب لما انجاد الموضوع وبدأ إنه فيه ريحة بس هو بري الآن الصورة قلبت هو ممكن يطلع من الموضوع ده ويرجع لقائمة الهرم وترجع تجي له الأدوار وممكن يقلع عن الكحول ويقلع عن الإدمان وتكون على قولهم ربا ضرة نافعة ويرجع لنا إحنا ممثل كويس وترجع إنتاجات كويسة والأهم تجي رسالة للكل والجميع إنه مو شرط إنه دائما النساء على حق ولا إنه الرجال على حق في شيء يسمي أدلة لا نحكم على طول بسرعة لا نسوي زي ديزني من يوم ما نزلت المقالة في واشنطن بوست أو نيويورك بوست بعدها بيومين راحوا لغوا الرول تكون أنت القاضي وأنت الحاكم وأنت الحكم تهور لوك بتع ديزني عمل يخسرهم عموما بالضبط بالضبط فأنا هذا بغض النظر عن الميمز اللي طالعها وقدي إيش أنا شايف أن أمبر هرد يعني إذا ما كان عندي دليل أنها ممثلة فاشلة لها أنا ده أكبر دليل ما يعافي تمثل طب مثلي على قل حتى تمثيلها هلا يوصدق يعني هي يعني عارفين شفت اللي شفت اللي هي قعدها سوت كده الهدد أخذت الصورة نعيد عارف أنا مت أنا يعني إن جنرال الموضوع أنا اللي أتمنى أخرج منه كله بغض النظر على النتيجة بكل أمانة إنه الشركات يبدأ يصير عندها عدم التهور الفان بيس يضل الفان بيس الجرائم لما تطلع لازم يكون عندك دليل طالما ما في دليل المذن ببريء حتى تتم إدانته مو تجي تغيره وتوقف إنتاجات وتعمل بشكل متهور جدا كبير بس هي حملة حق التلميته وتوقع فيه كتير غلطات أو كتير حاجات طلعت منها ما ظنها تتكرر في الأمد القصير ساعدت النساء بشكل كبير جدا اليوم في هوليوود يدي لهم أدوار أكثر أدوار بطولية أكثر هذا الجانب الإيجابي الجانب السلبي شركات أخذتها بطريقة هبلة كرهت الناس في النساء يدوهم أدوار رجولية من غير ما يعملوا التغيير الصح هذا كالرجل يصير حرما خلاص من غير أي تغيير منطقي في القصة فأنا عشا كده مبسوط إنه ويت إفر حيطلع من القضية هذه إنه هغير النظرة للشركات مع التعامل مع المسترين لهم هما كانوا بدائم التطور أغلب الناس شايفينها مجرد another entertainment special وقاعدين نهزر وندحك ونضيف أكتر ده لو عايزين نخدها للجانب الجاد لقد إيه النادي ده كان مين اللي عبر عن وجهة النظر دا هاتمش فاكر كانت وبي جولدبرج ولا إيه قالك الحادثة بتاعت ويل سميث وكريس روك بتؤكد إن احنا ما بقناش الكول كلاب وده هو الواقع خلص الكلاب بتاع الستاردم بتاعت الريد كاربيت بتاعت جيم كاري يس جيم كاري اللي يناور عليك ده أرنود كلاب هما خلاص زبالتهم مع سوشال ميديا مع انفتاح الكاميرات على حياتهم وتقبلهم لذلك 24 ساعة في اليوم كشف قد إيه هما شخصيات مخوخة ومخرمة وعندها مشاكل وعندها اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية يجعلك لما تيجي تتفرج عليهم تشفق عليهم إن لم يكن تتقزز منهم أصلا صحي لأوا حاجة تانية يمكن ما عرف إذا أنت ملاحظ معايا ده الشي ولا إلى الآن إحنا عندنا ارتباط أكبر بالممثلين اللي ما بيشوفهم إلا في أفلام اللي موجودين قدامنا في السوشال ميديا يوميا وبينزلوا فيديوهات وشيئة مثلا ويل سميث في يومنا الأيام بالنسبالي كان من أفضل العقول اللي موجودة ومن أفضل المثلين بغض النظر عن جودة أفلامه مع أنه أفلامه سيئة كلها من 2007 بس برضو كان من نسبال يمثل جيد لين ما سيت أشوف حياته الواقعية يوم عن يوم بشكل زيادة عن اللزوم بينكت ويمزح مع كل الناس قابل كل اليوتيوب كرييترز وقابل كل اللي يعملوا مقالب وعمل وعيلة كلها قدام الناس نوعا ما نظرت له تغيرت ما صار هو القامة التمثيلية اللي أنا بقى طلال لها دايما فأظن أنه هذا السوشال ميديا زي ما بتلعب دور أنه تنشرك عن الناس أكبر بتخليك أسهل أنه تكون لو طاحت البقرة تسيد لو طاحت الجمل تسيد سكاكينه على قوله أنه الكل لو غلط غلطة لو قد كده الكل أنه إيش هيقلب عليك هذا اللي ساعد جوني ديب اليوم جوني ديب ما هو ما هو جزء من السوشال ميديا بالطريقة دي هي بس الحوار بتاع أمبر هيرد والهبل دوت اللي كان نزلوا على الرصيف شويتين لكن بره غير كده هو بره الموضوع شوي يتساوى في ذلك معا حد زي توم كروز حد زي ليونار دو ديكابري زي براد بيت زي الكلام ده كله فهم مفاهمين التقاليد الهوليودية كلاسيكية ومع انتهاءهم الكل كلب هذا الكل كلب ومع انتهاء الجيل ده فكرة الكل كلب هتنتهي حتى إشعار آخر صحيح صحيح عنده مية في المية طيب بعد كده عندنا ايه بقى اللي ظهر من التريلرز مؤخرا لفت نظرك اوه طبعا يا معا يا الله يعني عدتوا عدتوا يا عدتوا كتير فعلا انا اتفرقت عليه مرة واحدة بس كانت تقول لكم انا بسأل السؤال زي ما كون مش عارف هو حيجاو بيقول ايه حركة رخيصة وانه رح توقع زي الرطلة انا شفتوا مرة واحدة بس ستة سبعة مرات تلاتة منهم اربعة والبقية كل ما اشوف احد منزله ارجع اشوفه مرة ثانية اللي هو المسلسل المشتق من عارف ليش احنا الان على ما تنزل الحلقة اظن او في الايام الجاية لو انا ذاكرتي لا تخونني يوم 19.5 تكون الذكرة الثالثة لانتهاء game of thorns تمام؟ ثلاث سنوات المسلسل خلص يعني بدأ الحقد والزعل يقلوا أنا لساعدني زعلاء الموسمة الأخير طبعا وبدأت الصورة الكاملة حقا المسلسل تضغى وقلت إيهنا أحب المسلسل دا وا 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 وكل كلام فمتعطش للعالم فليش قدت التريلر يمان الروح الروح هناك على أقل تصويريا احنا ما شفنا تبثيل الآن نفس الـ color grading مستوى وتناسق الألوان اللي طالع السينماتوغروفي نوعا ما في مشاهد معينة كده كانت جميلة الملابس حتى الموسيقى موسيقى هي original بس أخد أنا تأكدت من أنه هو رامن جوادي من قبل ما خلت تأكد لا لا أنا كيف تأكد دخلت شفت رامن جوادي عنده حركة رامن ينزل التريلرات حقا الأعمال اللي هو بيعملها فروحت لقيته بنزل التريلر على طول لا أنا تأكدت ودخلت عملت confirmation من IMDB بس خلاص فيعني في عوامل كتيرة يعني أول شي يمكن اتكلمنا كتير على الحق جورج أنه والله يدي ما خلص إلى الآن الروايات كلها للآن بس بغض النظر وهذه غلطت وصراحة ثلاث سنوات الآن ما نزل بس يعني فيكتب عوالم رائعة يا أخي يعني عنده وأنا الآن قاب قوسين قاب قوسين أني أقرأ لأنني خايف من المعالجة الدرامية يخش فيها ووكنس شوية خصوصا أنه في واحدة من الشخصيات ما قدرت أمسك نفسي وروحت دورت وطلعت أنه الشخصية دي مو زي ما هم مصورينها يعني في المسلسل فصرت خايف أنه يدخل درجة من الوكنس ولا اليسار التوجه اليساري الآن يلعب في القصة حقا حقا الأعمال فيمكن أقرأ القصة إنها قصة واحدة إلى الآن كتاب واحد اللي نازل على هذا الموضوع ولسه باجي ثلاثة شهور في وقت في وقت إن أنا أجراها بس خايف إنه يروح مني إحساس المفاجأة لأول مرة ما أنا أنا شكرا هشوف 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 بس هو يعرف يكتب عوالب واحد اللي لفت نظري في التريلر دي قوي هو إنهم ما طولوش أكتر من اللازم في الاعتماد على الإشارات والوعود بإننا محترمين الأرث اللي أنتم بتحبوه ده كان موجود في تيزر الأولينية اللي كانت مجردة تماما من أي قصة خالص إحنا مجردة قدمنا الشخصيات استعرضنا قوي الأمور اللي أنت اللفتت نظرك المرة دي الكلور جريدين شكل الألم اللي إحنا عارفينها من جيموف ترونز الكوستومز الملابس الميك أب الوجود الدراجون والأمور دي كلها وأنا لو كنا طولنا أكتر من اللازم في ده كنت حبتدي أقاير شوية لأن أنا شايف إنك التريلر اللي هدف الأساسي منها إنك بتقدم لي عمل العمل دوت بتاعته هو إنه جوه عالم جيموف ترونز بس هو عمل برضو هو حدوتة هو قصة لازم تبتدي تديني لها إشارات لازم تبتدي تترغبني في إن أنا أتابعها وشايف إن هم بتدوا يعملوا دوت من التريلر دي إن بعد معالم الصراع بدأت تظهر بعض طبائع الشخصيات بدأت تظهر سهل قوي تتفرج على التريلر ديت وأنت ما تعرفش أي حاجة عن عوز وتبتدي تقول ده خبيس دي طيبة ده طماع ده عنيف ده شرير ده طيب ده أمور زي دي وأنا عاوز من ده أكتر وأتمنى إن هم يعملوا ده عشان الأوديينس عموما ما يبتدوش يحسوا إن دي حاجة زي ما الأوديينس بيحسوا دلوقتي اتجاه أفلام عالم مورفل إن دي أفلام للناس بتوعها ما تشغلش بقى بيها وأنا مش هتخلها دلوقتي ومش هخصش أتفرج على العشرين فيلم عشان أتابع الفيلم الجديد لكن وبرضو انت مش عايز الناس ترجع تقول ده مش هروح أتفرج على مواسم عشان أتفرج على المسلسل الجديد آآ لازم نبتدي نخلص شوية أكتر للقصة ونطمن الناس على التقاليد بس ما نفضلش أنا تشدق بيها للأبد لأن دي كانت من عوامل التفاوت الكبير ما بين ما تم الوعدة بيه وما تم تقديمه في نهاية جيم وفترونز شوف أنا كمان حاجة ثانية بغضيفها أول شي تلا هو مو تريلر أظن هو تيزر وليس تريلر يس هو الناس تسليك بيك تقريبا والتانية تيزر اي اي فهو تيزر لسه ما نزلت في التريلر ممكن يكون أكتر وحنشوف حاجات أكبر إن شاء الله الشي الثاني أنا بعد ما انتهى جيم وفترونز قاعدت سنة بعدين رجعت أقرأ الروايات مرة تانية ما خلصت أصلا ما خلصت الأربعة كتب بس بديت البداية يا رجل ترى جيم وفترونز قضم وجبة كبيرة من الرواية بس الرواية أكبر وطلع معانا شي رهيب شوف لأي الدرجة شوف لأي الدرجة المسلسل الأقوى بالنسبالي والرهيب ذات المواسم الأربعة الأولى قد اي كانت رهيبة وده كله عبارة عن يعني مش الكيكة كاملة هو قضم قضمة حلوة من زوايا كتير بس برضو صناعة العمل كان لهم دور ياخدوا ايه ويسيبوا ايه ويبنوا ايه ويخلوا ايه عشان واحد يعني حقاقة للحق برضو داما أنا أوصفهم بالغبي والأغبة وهم لا زالوا الغبي والأغبة لكن العالم كبير لدي الدرجة فهذا الفضول اللي عندي ايش اللي حيصوه صناعة العمل عن الرواية ففيه بشقين هنا هل حيعملوا الشي رهيب زي ما عمل جيموف ثرونز وحتى لو ما اخدوا كل شي اختاروا الصح والسهل الممتنع اللي أنا اروح معه ولا يعملوا زي ما سووه في ويلوف تايم المسلسل اللي نزل على أمازون واللي برضو كان مبني على إرث كبير أنا ما قريت الروايات بس اللي قروه كانوا زعلانين مرة كيف انه التحريف كان بطريقة مزعجة جدا في العمل واللي احنا خايفين منه كمان دحين لورد أوف درينجز برضو الصور الأولية تقول انه فيه تحريف ساير في العمل فالخوف الآن برضو هجمة اليسارية والتطرف اليساري اللي ساير الآن في هوليوود انه لعبنانا في أعمال أدبية فهذا انه هي مكتوبة صح وفيه رؤية واضحة لها وانه هي معمولة في زمن غير زمننا طلع اي ثقافة منها وطلع اي مسجات منها وركز على اللي يبغى الكاتب هذا اكبر سبب اللي خليني ممكن انه اقرأ الرواية وهذا اكبر تخوف على المسلسل اش شفت اعمال الفترة اللي فاتت يعني انا يا جماعة عشان اشاهدكم معاها انا ما في مسلسل اتفرج عليه واشوف فيه بوادر بوادر انه شي طيب وانه انا شخصيا حكمده للآخر اللي ارسل للعمدة القامد يا باشا السلسل ده لايفوتك عشان نتكلم عليه والله موجود عنده اول سؤال موجود عندنا لما انا اعرف انه فيه حاجات هو ما هي موجودة معاه ما هو مشترك فيها اقوله لا والله ما هو مشترك فيها وخبص المرة دي تحديدا رسلت له اربع مسلسلات كلها موجودة عندنا وعنده اشتراكات فيها يعني يعني ما حيزود عليه هو بشترك فيها اساسا وفقده كله ما شافها فانت شفت اي حضرتك لا اتا تعالى بس نتكلم في الاربع مسلسلات علشان فيه نقطة انا برضو هو كل اللي قاله صح بنسبة مية في المية بس هو بيتفرد ماهر بيتفرد كتير اوي يا جماعة وانا الميزة اللي عنده ماهر شوية هو عنده شغله وبعد كده عنده مسلسلات وافلام انا ما عنديش شغل الصراحة برضو عشان تهدوا يا دنيا واضحة بس عندي افلام ومسلسلات وعندي فيفا وعندي كورة وعندي ميلا داخل على معركة حسم اللقب وعندي الاهلي داخل على معركة حسم النقطة اللي حتجيلي وحتموتني غالبا وعندي حاجات كتير من دي فبردو ما بعرفش ألاحق على الحاجات الكتير اللي هو بيرشحالي وبعدين في نقطة زيادة انت في حاجات كتير من اللي بترشحالي موجودة على ابل تيفي انا ابل تيفي عندي لاني ما عنديش غير السبسكريبشن بتاع ابل اللي على البلاي ستيشن والبلاي ستيشن مش موجودة غير في الستوديو بتاعي فديي الأن لما بخلص شغل ببقى عايز أطلعه وبرا وبرا ما عنديش أابل فبعض كده لما تريد رشع المثلثة حقول لك موجود حتقول لي اه حقول لك برا ولا جوا فانت حتقول لي كذا كمان وده اللي هيحسب لك فلا بس انت قالت لي على وي اون دي سيتي وتفرقت عليه ويتهاقل انت اللي قالت لي على واتفرقت عليه بري كده 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 وتشوف وطوكيو فيز كده 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 وفي أربع مسلسلات تجين أنت فعلاً بترشحهم بقلبك فيرت تقول لنا عليهم أولاً أنا عندي حلقة كاملة عشان لا أخذ من وقتك عندنا حلقة كاملة منزلة عندي في القناة اللي هي السنة دي مكمل على شيء كنت موقفه سنتين بقى أتكلم من فترة للثانية كل ثلاثة أشهور كل شهرين على عسب كل شهر على عسب كمية الأفلاق يعني إذا وصلت أدد خمسة دائماً الرقم السري خمسة إذا وصلوا خمسة أعمل حلقة وأقول إن دي المسلسلات جديدة هذا اللي الآن موجود وهذا اللفت انتباهي اللي صدف أن الحلقة الثانية من ترشيح المسلسلات اللي نزل قبل أسبوعين ثلاثة عندي في القناة كل المسلسلات اللي رشحتها كلها رهيبة وكلها خلصة تكلمنا على باتشينكو أي ذنك الحلقة الحصادة اللي فات المرة دي يا جماعة ثلاثة مسلسلات اللي يحب قصص بداية الشركات ضروري أنه يشوفها هتشوف حلقة فيه مسلسل اسمه سوبر بمت بيتكلم على قصة أوبر كيف بدأت أوبر من الأساس قلنا لما نستخدم أوبر اليوم من كيف بدأت الفكرة كيف انتشرت الفكرة كيف خرجت من أمريكا وراحت العالم لكن مهن الرهيب الرهيب أنه الرئيس التنفيذي بالنسبة لي كان عبارة عن مجرم لابس بدلة مجرم مسيطر يعني عمل أشياء لا إخلاقية بطريقة غير طبيعية كيف تلاعب بالأمور كلها تلاعب بالمستثمرين تلاعب بالناس تلاعب حتى الأخلاق المنافسة مع التطبيقات الأخرى بطريقة ولا أحلى واللي قام بالدور هو الولد دائج اسمه اللي يمثل في باتمان دارك نايت اللي هو روبين يا السلام عليك أدى أداء والأجمل ومعاه عارف مين طلعت البنت دي أمه ثورمن بنت الحرمة أمه ثورمن الله يرحمها أمه ثورمن الله يرحمها الله يخليها فالمسلسل كان رهيبا جماعة نفسه مسلسل تاني عن شركة تانية برضو وصلت مواصيل كبيرة لدرجة بيل كلينتون أحد رؤساء أمريكا السابقين كان من الناس اللي دائما يمدح في البنت دي رؤساء أعمال ورجال أعمال من العالم كله دفعوا استثمارات وصلت لتسعة مليار دولار في الشركة دي قاعدة 12 سنة هي وجه الانتر بنورنشيب وريادة الأعمال في أمريكا غير أنها بنت طبعا لو كانت صغيرة بدأت اسم المسلسل دروب آوت هي تركت الجامعة لكي تؤسس هذه الشركة بعد 12 سنة اكتشف العالم كله أن هذه البنت فصوص ولا عندها اختراع ولا عندها شيء كانت تنصب على عالم هذه السنوات والشركة سعرها وصل تسعة مليار دولار يسير الصفر في يوم الإله دائم فكيف يوصلنا لدي المرحلة؟ قصة استحق المشاهدة بنسبالي يعني موصلتين تحب العروف؟ أيوة اسمها أماندا بنت جديدة من البنات الجدد أماندا حاجة اسم البنت تمثيلها تقمصت الشخصية اللي هي إليزابيث هولمس الشخصية الأساسية لما تشوف لها مشاهد في الإنترنت وترجع تشوف واو جهبتها نفس التون حق الكلام الملابس الأشياء صراحة كان فيه اهتمام بالتفاصيل رائع جدا المسلسل الثالث هو الأضعف بس برضو قصة يعني مش بطالة وعصرناها دا حين شركة اسمها وي وورك واحد عمل كونسب جديد إنه يأجر مكاتب للعمل بدل مو كل شركة عندها مكاتب خاصة فيها لا يأجر مكاتب لأي شركة في أي مكان وبرضو جمع ملايين الملايين الملايين ويكون فيه فضيحة وراء هذا الموضوع فتشوف انت كيف سارت الأشياء دي لحد من فضح في الأخير واللي شد في الاهتمام هنا إنه عندنا اثنين عندنا جيراد لتو هو البطل ومعانا أنا هاثوي هي البطلة فالتمثيل يعني يعتبر جيد لكن القصة بالنسبة لي كانت الأجمل غير إنه أخذوها من منظور رومانسي كيف إنه دول الاثنين هم وثقين في بعض ويحبوا بعض قدروا أنهم يؤسسوا هذا الشيء اللي طلعت الفضيحة قدام الناس بس لدرجة أنهم وثقين بنفسهم ألف قدروا أنهم يوصلوا لهذه المرحلة فهذه الثلاثة المسلسلات بسريع هناك مسلسل تانية والتانية عليها اللي هو وينينج تايم آه أي أحد يحب القصص الرياضية فوز وخسارة تكتيك ومدربين خطط محطوطة يتفرج على المسلسل المسلسل دا بيتكلم على فريق الليكرز وكيف أنهم طلعوا من فريق فريق عادي فريق يفوز ويوصل لنهائيات لما وصل لأسطورة أيامه اللي هو فترة الثمانينات لا أتكلم على فترة أخيرة أظن الموسم الأولى ومواسم الأولى ستكون على فترة الثمانينات كيف ماجيك جونسون جاء كيف عبد الكريم عبد الجبار طلع وغيرهم ويوروك قلتي إيش إنه مالك الفريق له دور المدربين طبعا لهم دور المشجعين الجانب حق الأعمال وراء الجانب التسويقي لكرة القداء لكرة السلة في أمريكا كيف كل حاجة في أمريكا تعتمد على الترفيئه كيف أنه لما جاء مالك جديد لهذا الفريق وقدم الكرة السلة بطريقة ترفيهية جديدة سار هو الفريق الأجمل والأحب في أمريكا بالكامل فبرضو قصة حلوة حسنًا الرجل سأذهب أعرف مين فيه؟ أخذ دور مساعد ليس دور أساسي ومسلطني أنا أشبه أنا دائماً أتكلم معك بأنسى الأسماء اللي كان فيه طيب وساعدك The Pianist Adrian Brody Adrian Brody Brody يا جماعة ما عرف ليش يروح لحاله ما يعمل شي عيدل من بعد The Pianist يساعد في أي شيء إدي دور جبار صح هو أستغل في مالجينة رخيصة وهو سيئة قوية حيسك لم يعرف ليش التقلق الشديد عنده مع وس أندرسون غير كده ما بيعملش وأنت مع وس ما بيكون هو البطل بالضبط فالمسلسل ده معنه دوره يجي يعني قدام شوية بس أعطاني كمان دور جميل جدا تشكيلة المثنين كانت حلوة عشان كده بقول كمية المسلسلات الفترة اللي فاتت يعني كانت فعلا فترة حلوة وهذه الأربع مسلسلات بالنسبة لي من أجمل المسلسلات اللي نزلت الحب الحلوين اللي فاتوا اضحك على سرط الليكرز النادي تشيلسي الانجليزي كان عنده أزمة عشان الملك بتاعه روسي وبتاعه وبعوه غصب واقتدار وكلام زي ده واللي اشتراه هو الراجل المستثمر اللي يملك حاليا الليكرز ودي تقريبا أول نادي كرة قدم يشتريه وكان قاعد النهاردة في ناتش تشيلسي كانوا بيلعبوا في شرط الأولان يجابوا جون وهو طبعا احتفل وانبسط معهم قوي وبعدها راجعوا للفار لقوه اوف سايد اتفرج على لحظة سحرية وهو قاعد مش فاهم إيه اللي حصل يعني طب مش قلتوا جون إيه اللي حصل حسبش طب مليون جنيه بنت اللازين طيب انت اتكلمت على حاجات حلوة شفتها وبترشحها للناس انا كمان شفت عدد من الحاجات ما برشحاش للناس لانا كلها حاجات معفنة فحابب احطها فقرة التحذير تعالي نستمع اتمنع حاجتين هما افلام كلهم مبدئيا عندنا فيلم العنكبوت اللي موجود دلوقتي في السنم المصرية حيبق له مراجعة منفصلة هو فيلم متماسك فيلم اكشن وداخل فيه بعض الخطوط بتاعت الكوميديا مش انجح حاجة وبيشوبوا التقليد في حاجات تكير قوي ولكنه متماسك نفسه وان شاء الله هنتكلم بالتفاصيل اكتر في المراجعة ولكنه متاح في السيطنات اللي عاوز تفرج على فيلم اكشن الاكشن اللي فيه كويس بجد كويس ممكن ينبسط بالفيلم ده فيه فيلم اخر اسمه متل لوردز وعلى ذكر ضمن ضمر اللي مهير كان بيكلم عليهم من شوية اللي هم كتاب وصنع مسلسل جيم اف ترونز اللي سابوه علشان العقد بتاع ناتفلكس دي بكورة انتاجاتهم معاهم فيلم موسيقي عن الموسيقى المتل بيادور في مدرسة سنوية حلوة قوي حقيقي حلو مشكلته بس ان الديفلوبنت بتاعت اللي فيه مش مكتملة تحس كده ان الفيلم يعني لو حطيت فيه سنانك تحس انه فيه حتة لئس سنية بس حلو المزيكة اللي فيه حلوة جدا والشخصيات هو بطول التلت شخصيات التلت شخصيات حلوين قوي حقيقي يعني فيلم عدى تحت الرادار عشان اضطرح في رمضان بس برشحه للجميع وفيه اغنية مثل اصلية من رامن جوادي هو موسيقى الفيلم كله منه اصلا ومن اجمل ما يمكن حقيقي الفاكتور المزيكة بالتحديد من اعظم ما يمكن بعد كده عندنا ترى تلت افلام من اوسخ ما يمكن عندنا فيلم ده بابل اللي انا كنت متفائل ليه جدا لاني بحبت جود ابتاو جدا ولانه من بطولة بيدرو باسكال وديفيد داتشوفني وكاست ظريف بس الفيلم سيء ودمه تيل ومفكك من بعضه والضحك اللي فيه كاد يكون معدوم حقيقة تقربة غير موفقة خالص ولا انصح بيه على الاطلاق لأي حد فيلم اخر فكرني يا محمود فكرني جود ابتاو وش عنده افلام كوميدي حلوة مادر الحاجات الرونشي بتاعت الكوميديا اللي طلعت الجيل بتاع بول راد وسيت روجن وجونا هيل وستيف كرال والناس دي دي كلها حكته انا بحبه جدا عبري في حيتي ما شفت مشروع كرهته له وده مش بس كرهته له ده فيه حالة عداء ما بيني وما بيني ده فيلم وحش قوي 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 عندنا كبان فيلم ديب ووتر الفيلم اللي تحط في الحقبة اللي بين افلك كان بيخرج فيها مع انا دي ارماس وهو فيلم شفته انا ما قدرت اكمله ما قدرت اكمله والله يعيد العقل هو ما يفعلش يتكمله اظن اظن عشر دقايق وبعدين قلت لا فيه حاجة مش ضابطة يعني هو يا فيه تويست حيكون رهيب قدام وانا اي دون وان تسيت ولا انه لا هو بيكتب حاجة انا ما اجدر اتفرج عليها يعني عشر دقايق انا ما اجدرت was too much too much ايش دياثة ممكن تنجال اي دونو ممكن تنجال هو ما يسمى هو تصنيف قرب يندفر من العالم اسمه ايروتيك تريلر او ايروتيك تراما اتعمل نفس الراجل ده عمل حاجاتش بهدي زمان عمل وعمل يتهياء اللي هما ايروتيك تريلر هي افلام مزعجة جدا على المستوى الجنسي لاي حد بيتفرج عليها ويتقبلها ويكملها ما تقبلهاش وما يكملهاش اللي انا متفاجئ له ان انت انسحبت في البداية بتاعته صدمة من طبيعة المحتوى وطبيعة العلاقة الجنسية والغير جنسية مش ده مو بس مو عشان كده التمثيل كمان سيء فيه يعني انا ما جذبني القصة القصة انا القصة نفسها ما جذبني انا القصة نفسها انا شوف يعني في الاخير احنا كبار في السن لو في حاجة بتخدم لداء المعالجة الدرامية للقصة حتى لو كان شيء اذا مرح امشي المشهد اذا كان شيء اكمل امشي عنديش انا وانا جاية اتفرج على مشهد ده يعني في الاخير انا جاية اتفرج على عمل لكن اللي انا ازعجني في الفيلم في البداية القصة كلها البريمس تبعها ما دخل دماغي يعني ما انا جادر اعيش هي دي النقطة دي النقطة لانا موافقك فيها تماما هو مش قوي مش متماسك مش مفهوم ولو انت كملت الفيلم هتكمله على قبل ان هو في النهاية يكشف الغاز كتير توضح لي اللي كنت بتفرج عليه ده ايه ودي النقطة للفيلم بينهار فيها تماما يعني انا ما عنديش مشكلة اتفرج على حاجة غير مفهومة وفي المستقبل انتظر واشوف ان هو يفرشها بشكل كويس ويبرر لكل حصل وده تواجد في افلام كتير قبل كده المرة دي الفصل الاخير من الفيلم هو الفصل الاسوأ وبيروح صاحب يعني تخيل كده مركبة شبه بتغرق بس فاضل منها شوية اجزاء لسه بتتنفس كده وبعد كده تيجي في النهاية حاجة تروح صاحب المركبة كلها وبنزلال غاية قاع المحيط لذلك انا بقول الفيلم وحش يعني عادت فترة طويلة فيه في بعض الامور اللي خلتني اكمله ولكنه نهايته من اسوأ ما يمكن ومن اعجب ما يمكن وحاجة ضعيفة خالص ومع ذلك ليس اسوأ حاجة اتفرقت عني اتفرقت عني ايش اسوأ شيء اسوأ حاجة فيلم على ناتفلكس اسمه Choose or Die شفته تريندينج ده شفته كان في توب تن وناس كتير كان بتشجعوا بتقول حلوة ولوليك في الزوء ده زوء ايه زوء ايه زوء ايه ونيلت ايه بس ده 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 حيحصل معي على فيلم لقب الفيلم الحمار بتاع الفترة اللي فاتت فيلم بشع وسيء على جميع الاصعيدة حتى اللي هو بيرهن عليه علشان يصدر شوية رعبة او شوية قلق حاجات مضحكة ومؤرفة ولا انصح اطلاقا اي حد انه يتفرج عليه وبذلك تنتهي فقرة التحذيرات اللي عني فيها ترشيح واحد بس والعنكبوت اللي حابب يتفرج على حاجات لا انا فعلا فعلا نتفلكس الفترة اللي فاتت فعلا ما امكن العمل الوحيد اللي تابعت وكنت مستني كان اوزارك واكلته اكل يعني من اول يوم نزل فيه واحبطت الان نهاية ماي سيئة بس خجولة كسولة زي ما قلت كل الاسباب اللي ذكرناها موضوعي خلينا نقل على مصير سترينجر تينجز كذلك لان انا برضو لمست ان الناس اهتماما بالمسلسل تراجع لا بس بس لو تفكر فيها يعني انا وانت اتكلمنا عن هذا الموضوع في تويتر سريعا يعني الحوار اللي دارت بيني بين محمود في تويتر انه انا كان عندي وجهة نظر انه جزء من الاسباب حق الكريزما والكيميا العالية خصوصا موسم الاول والتاني وعلى مضض التالت كانت انه الشخصيات ما زالوا اطفال فانت بتمشي للاطفال ما لا تمشيه للكبار هذا واحد اثنين الاطفال للأسف لما يبدوا يكبروا يدخلوا في منطقة رزلة اللي ولاه طفل ولاه كبير زي ما كان بيقول محمود كائن المرحلة الاادية كائن غريب كائن غريب كده ما ينطاق ابوه ام ونفسه امام حبينه عارب فيطلع لك على الشاشة ويعيش لدور البنت يعيش للحلوة والولد يعيش للوسيم ويبدأوا يعيشوا مع بعض قصص صحب دي فانا خايف مو خايف انا مش متوقع حاجة من الستريجين الاتريكز الرابع اطلاقا يعني اطلاقا انا من الاسبايك فوضي خلص موسمة تانية بس طبعا النجاح الباهر والكبير خلوهم يكمل لتالت والان حيخلص في رابع فس ماني متوقع ماني متأمل فيه حاجة يعني صراحة يعني وهو عموما يتفصل من ذاكرة الناس يعني الناس حتى اللي تفرجت على التريلر ما بقتش فاكرة ظلمين وكانوا بيعملوا ايه مين البت دي ومين الوات دا وبتاع يعني من 2019 تلات سنوات انت 2019 اطلع الموسم الثاني من الميزة الرئيسية لسترينجر تينجز انه ما كانش بيتأخر في الموسم بتاع الفترة اللي فاتت مسلسلات طاغية ومشكة المسلسلات وهذا اللي يخلي الناس دايما يعني بالنسبة لي على الاقل اكون انتقائي في عملية المسلسلات مش كلها في نفس المنصة مو كل الناس عندهم كل المنصات قصص المسلسلات تختلف بتقسم الناس اكتر من الفيلم يعني حتى لو كان فيلم دراما يشوفوا 50% من الناس فيلم دراما عن جريمة 6 حلقات نخش في عقل المجرم حيشوفوا أقل فإمكان هذا اللي خلي فيه انتشار كبير مو كلنا تابعنا نفس الشي بس هلنا مقبلين لفترة الجاية على فلام حلوة يا محمود يعني عندنا في ماي عندنا مفروض دكتور سترينج واللي حنشوف صرفه ونتفرج عليه عندنا The Northman تمام عندك تأكيد بمعض طرحي The Northman لأنه أكتر فيلم The Northman هيكون يوم لو أنا صادق 19 أظن 19 ويوم 12 عندنا فيلم Nicolas Cage اللي بيتكلم عن نفسه أو بيتكلم عن حياة Nicolas Cage أو حاجر إلى الآن التريلز بتنعرض ومكتوب تحت في 2020 عالم طفشة فكرة وليحد طلعه بعد رح جبين طائرة طائرة في السماء ايه ده وبيقول لك The Legend Continues In 2020 وات هو أنا بقليها دي في الحمام هو الزمن مش فتوب جن عندنا كمان في 25 وهذه فرصة أذكر الناس أرجع أشوف التوب جن الأول من أفلام Tom Cruise الحلوة تسعيناتي قوي يعني فيلم ما تشوفوا اليومين دي بالستايل وبالطريق كان دوبا مطلعين من حقبة التمانينات أصلا دخين على التسعين بس أنا عندي فضول كيف هيكمل وللمعلومية لو كولت لو شعبية حلوة فيلم توب جن للناس برا ما قدري لأي درجة الشعبية دي عندنا بس أنا ممكن هذه مرة المليون اللي أقول لهم حب Tom Cruise وأعرف توب جن وبأنصح الجميع يتفرج توب جن عشان يتفرج على توب جن الجديد ونكون كلنا مع ضعط فيلم جاي من لاوير كده ما لأي شيء يكمل أساسا كيف هيكمل الله وأعلم فهذا السبب إضافي ترجع نشوف الجزء الأول ونشوف فضول كبير كيف هيكمل معنا الجزء الثاني محبين الأنمي في سينمات البطن العربي أظن كاملة يوم 19 فبرضو هذا الشيء خلال أنا سعيد جدا أنت لفت نظرنا لهذا العمل المهم أنا ما خلصتش بالله عليك أسألك بالله ما شفت آخر حلقات آخر تلات حلقات لسا مش هتهم شاء الله خليها فوق تاني ما ينفع على الهوى خليها برا الهوى لو تقابلنا عشان موضوع دكتور سفينج دوت نبقى نصف الحساب يلا حبيبي نشوفك على خير حبيبي يا دود نورتناك العاد شكرا مع السلام باي باي شكرا